بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي المشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة إذا لم تستحي فافعل ما شئ وجيب ماء والهدد يبني لك العمارة والأغرب يأخذ الترخيص. إبراهيم أهلا بك يا رجل وانسا. أهلا بكم عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في الحلقة 731 من ملك وكتابة لقاء الخميس هدد وبنى وترخيص ومخالفات خير. خير ايه فين الخير ده يعني احنا من أول لقطة عمليين نقول الراجل ده مش بيحترمنا الراجل ده جاي بيقول لك أنا ماسك ورقة بيضة وكأنه بيدخل لنا لعبة كرة القدم في مصر ومش فاهمين السبب لكن عندما عرف السبب كارلوس ايه لا كيروش مش حقاها صحح مش حقاها حاجة مش ممكن يعني والله العظيم على مدى تاريخ مصر وتاريخ المدربين يا مجالنا ناس نحط وناش فشلت لكن لم أرى مثل هذا بيسموه ايه الاتتتود اللي هو الراجل اللي جاي يتعامل معنا بمنتهى التعالي وعدم الاحترام وعدم التقدير للمسؤولين اللي هو جاي من أجلها ويكلمنا كلمة أنا جاي عشان كاس العالم طيب ما كنت جيت قبل المطشين دول وخلصنا إنما انت جاي عشان تنرفز المصريين لدرجة إن أنا شاكك في النواية يعني لو تعمد أن يدمر المنتخب لن يفعل أكثر مما فعله وأغرب مما فعله عشان كده في كلام كتير في هذه التفاصيل وهذه الحلقة وهذه أبرز عنونا مقالي ومقاله يا كروش ايه فرعنك الغربال المشكلة ليست الصعود وبعض متلسانه الأهلي وشهادات مجروحة ومشروحة والشموع الحمراء عن عمر سلطان باشا وأسرار الملك عن الرحالة العاشق وأخيرا مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن حلقة النهاردة مختلفة شوية لأن احنا هنستعرض بعض الأخبار اللي تهم جماهير النادي الآلي ثم نلتقي مع ضيف كبير وعزيز ومهم جدا في هذا التوقيت الدكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي في لقاء مهم جدا هنطرح عليه أسئلة والتفاسيرات كتير جدا لكل ما يهم النادي الأهلي وأعضاء الأهلي وجماهير الأهلي في هذا التوقيت فانتظر الدكتور سعد شلبي بعد قليل لكن بشمهندس النهاردة الأهلي بيتعادل سلبيا مع الجونة في مستهل البطولة الجديدة كاسر ربطة وعدد كتير من الناشئين شفت الماتش زي شفت الماتش اتفرجت المرة دي أيوة متطامن لا أنا عارف أنه لديه أهداف أخرى يعني من قراءتك للتشكيل من قراءتك للظروف اللي بيتلعب فيها المباراة أنت عارف أن المباراة دي لها أهداف أبعد أبعد أوي أبعد أوي من تحقيق النتاج وجمع النقاط وكأن القدر أعطاك هذه البطولة عشان تلملم مشاكلك وتحاول تدور على الحلول لأنك أنت بالحاصل للأهلي سواء في تعارض البطولات وعدم يعني ده حد دلوقتي أنك مش هتستفيد بالمحترفين بتاعك في التوقيت اللي يسمح لك أن يبقى وضافة ليك في كاس العالم الأندية بالإضافة بقى لإصابات وكورونا القدر يقص عليك بكل الاتجاهات فأصبحت هذه المباراة بالتشكيل اللي لعب مفهومة جدا 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 وناس كتير خدتها من باب الفضول أنها هي عادة تشوف قطعنا شيئين اللي هو يعني متهم بأنه لا يفرز مع أنه هو في أكتر أوقات إنتاجه تجربة مسيرة جدا استمتعت بأداء بعض الناشئين طبعا فيه فوارق زي ما الشيخ طه قال بدنية ويعني تساعد الشباب ده يعني الدكتورت قال لك السرعات القوة لما يكتمل تكوينهم واستعدادهم ويأخذوا جرعات التدريب بتاعة الفيرستين أعتقد أنهم حيورون مردود حقيقي وقيمة حقيقية فنية لكل واحد فيهم لكن فيهم ناس فيهم شخصيات فيهم عجبني ناس كتير جدا سواء في الدفاع أو في النحية المهارية يعني كله بيتكلموا على زياد طارق وكناحية مهارية لكن كمان فيه لعبة تانية أنا عجبني جدا جدا من الأول ولما نزل كان له تأثير هايل محمد فخري لعب ناضج صعب قراره شخصية يعني فعلا فوق الفرقة وقدر من ساعة ما نزل الفرقة توصل لمناطق الخطورة بالنسبة لإسموح وهكذا وفيه لعبة تانية سواء في الدفاع أو في الدفاع منظمة الدفاع كلك هتعجباني النهار صحيح لفت نظري لعب مثلا ما لعب في ربع ساعة لما تعور كريم فؤاد أحمد عبد نبي بك رأيت لا 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 تذكر هذا الاسم يعني الشرقية شرقية شرقية تذكر هذا الاسم محمد لعبة عندها قوة وزيما الكلمة اللي بيقولها دكتور طي اسمعين شرق في حدة في دفاعه بتوقيت وجرأة يعني لا طبعا عجبني جدا 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 النهار ده محمد هاني طحية يعني في هذه الظروف يقود يقود الفريق ويقود خط الدفاع بهذه البراعة لا ده لعبة نطج كبير لا نطجه شخصية عجبني جدا طيب عايزين نستعرض مع حضراتكو بقى أخبار المستشفى لأنه ما أعتقد ما حدش عنده مستشفى قد اللي عند النادي الأهلي اليومين دول يعني اللهم الأعتراض اللي حاصل أكرم توفير رباط صليبي وهيجي يمكن محدد حتى الآن يوم السابت يجي من الكاميرا إن شاء الله والجهازة الطب الدكتور أحمد أبو عبلا بيعمل بعض الترتيبات لسفر والخارج عشان يعمل عملية الرباط الصليبي بنقول له ألف 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 سلامة وحش وبإذن الله أكرم يعني يرجع أقوى أفضل من مكان وإن شاء الله يعمل العملية وتنجح ويعمل فترة التأهير وبإذن الله دي اللحظات الصعبة جدا القاسية اللي خرج بعدها ممكن ما فيش أربع خمس دقايق من مباراة نيجيريا لكن حيرجع السابت إن شاء الله من الكاميرو يا أخي حاجة غريبة صاثة إبراهيم هو يعني ما عندناش إصابات عادية لا كلات إيلة آه بدر بنون كمان المدافع المغربي في انتظار عودته هو لسه موجود مع منتخب بلاده في الكاميرو حتى وإن كانوا استبعد من قائمة البطولة وضموا أشرف بن شارع مكانه لكنه لسه ما حجازش عودة ومازال موجود مع منتخب المغرب ويرجع عشان يخضع للفحصات الطبية ويتطمن جهاز الطب للنادي لالة عن حقيقة حالة بدر بنون اللي بنقوله ألف ألف سلام النهاردة بقى مباراة النهاردة خدر الغيابات اللي بالجملة طبعا شفتوا فيروس كورونا ربنا أحفظكم جميعا أبعد عدد من اللعيبة الأساسيين عن الفريق في الفترة اللي فاتت يمكن تعافى جات المسحة السلبية لرمي ربيع وياسر إبراهيم لكن ما تمكنوش من أداء أي تدريبات فما يدروش يخشوا مباراة النهاردة عمار وعبد القادر لسه عندهم دور برد امبارح خرج من المعسكر فجأة وليد سليمان أيضا بنزلة برد والنهاردة في المباراة يخرج صلاح محسن مصاب وهو ربيع وهو ربيع وياسر إبراهيم دور برد يعني المسحة جات سلبية لكن ما تمرنوش فالاتنين لسه هيجهزوا إن شاء الله لمباراة الإسماعيلي اللي حتكون يوم الاتنين الدكتور أحمد أبو عبلا بعد إصابة صلاح محسن وكريم فؤاد قال الاتنين هيخضعوا أو هيخضعوا الأشعة بكرة إن شاء الله عشان يحدد حجم إصابة كلهم منهما صلاح محسن اتعرض لكادمة شديدة في وش رجله واشتكى كريم فؤاد من ألم بسيطة في العضلة الخلفية إن شاء الله الأشعة تثبت إن الحالة تكون أهدأ شوية بإذن الله لكوا شايفين مش نقص لويس مكستوني يمكن جات للنتيجة سلبية هو وبرسته بس ما كانوش اتمرنو فبالتالي حيجهزوا لمباراة الإسماعيلي اللي قلت لحضراتكو هتبقى ظهر يوم الثنين إن شاء الله في المجموعة دي المجموعة الأهلي في كاس الرابطة الأهلي تعادل مع الجنة صفر صفر لكن المقاولين كسب البنك الأهلي واحد صفر ودي أول مباراة للمقاولين مع مدرب الجديد محمد عودة والإسماعيلي أيضا في شكله الجديد كسب سموحة واحد صفر إذن المقاولين والإسماعيلي هم اللي فازوا واحد صفر والأهلي والجنة تعادل صفر صفر بقية المجموعة الأولى اللي تلعبت مبارايتها كان المصري خسر من المقاصة ثلاثة صفر وبنفس النتيجة فاز فيوتشار على إسترن كامباني والإتحاد السكندري يكسب بيراميدز اثنين واحد لسه طبعا المجموعة الثالثة بكرة بيلعب الزمالك مع أمبي والطلايع الجيش مع غازل المحلة والسيراميكا كيلوباتر مع فاركو دي كاسر ربطة لكن بلا شك بطولة في هذا التوقيت باشموندستان شطية وكويسة جات مناسبة للظرف يعني هي الحقيقة كل الفركة محتاجات يعني النهار ده الإسماعيل يستطيع أن يتعافى ويعرف نغمة الانتصار المقولين نفس القصة يتعافى ويعرف نغمة الانتصار واللي بيخسر ما عندوش مرارة ولا غضادة لأنه بيكسب مكاسب أخرى يعني أنا شفت الكابتين أحمد سامي وهو بيتعامل مع هذه المباراة بهدوء شديد وبيحاول أنه يعني يخرج من الماتش أيضا من مكاسب ما هيش يعني آه هي رسمية شبه شبه ودية أو ودية شبه رسمية ليسا ما استقررتش أنها تبقى مسبقة الناس تخش بقى وتقاتل من أجلها بس أنا طبعا السنة جاء محترحة لأولها وقت منين فأنا يعني لكن هي في الظرف اللي احنا فيه دي مطلوبة جدا طيب مكاسب الأهل من البطولة ديت وأبرز اللاعبين الشيخ طه اسماعيل شيخ المحللين كان له رأي نشوفه بقى على محمد هاني ده أبسر دباك ولعب بشكل رائع جدا في قطع الكرات قيادة الفريق التقطيات هتلاقي هيسا مجنبه بشكل نفس الشيء كريم فؤاد يشتغل في ناحاديمين وبيكمل شوية وكريم فؤاد يلعب باكرايت وفلعب باكليفت ممكن محمود أحيد الملعب بنسكه كورا وبينقر بشكل كويس محمد محمود عبر عن نفسه بشكل كويس عمل صروهات أمامية بشكل رائع صلاح محسن جيري في المساحات بشكل كويس وبقال له مدة كبيرة يعني طبعا بيد عن الملعب وزيال زي مكننا وحسام حسن فرصة لتجهيزه لأن الناد الأهلي هيحتاج حسام حسن في الفترة اللي جاية هيحتاج صلاح محسن في الفترة اللي جاية أنا بتكلم عن اللعبة اللي ممكن هتشارك في المبارات اللي جاية هيحتاج محمد هاني في مبارات كلاس العالم ويمكن محمد هاني عنده خبرة ولها عبدال بيرمونيخ ولها عبدال فكام قدي حيل فكام لعيب من المعينة اللي هنا موجودين من مموجودين محمود وحيد كريم فؤاد ممكن نسفادة منه محمد هاني ممكن نسفادة منه محمد بحمود حسام حسن صلاح محسن ويبقى عنده خط تاني موجود من الشباب اللي موجودين البقين ويهتم بهم كويس يد طارق لازم يهتم بهم ناد الأهلي كويس ويرعيه كويس لأن ده خامة جيدة وقلمة تجد لعيب بهذه المهارات وتقدر تشتغل عليه كويس بدنيا يشتغل كويس بتديله فرص ويقدي بشكل كويس وتهتم به لأنه ده ممكن مستقبلا يبقى يعني رافض جيد جدا لفريق ناد الأهلي اتفق مع دكتور طا في مرأة من إيجابيات ويعني تقييمه للتجربة يعني وهو توقف عنده كل واحد الحقيقة طبعا واضح الغيابة الطويل على صلاح محسن بس كمان مش معقولة لازم ينزل يتعور في آخر وقت بالطريقة دي والراجل دايس على رجله بلا مبرر حاجة يعني وفي نفس الشيء لسه حسام حسن رغم أنه جسمه متضامر معندوش زيادة في الوزن لكن تشعر محتاجين متشاط فالبطولة دي هترجع لك كذا لعيب بإذن الله طيب قطاع الناشئين بقى تعرض لكلام كتير الفترات اللي فاتت كابتن محمد فضل في تحليله كان عنده رأي في مردود قطاع الناشئين في النادي الأهلي نشوف الكابتن محمد فضل وبعد كده نشوف مصدر مهم إيه الاستفادة أو الحاجات البوزيتيب أو الحاجات الإجابية للنادي الأهلي أن أنت لقيت عندك واحد قطاع ناشئين دايماً ما تلاقي حد في الناشئين أو أولاد صغرين كويسين زي اللي أنا قلت لك أسميهم دوله كلهم بروميسين جداً لازم تروح مدي نقول نشيط بخالب بيبو إنه هو مدير قطاع ناشئين فقدر أقول لك إن خالب بيبو لأ طبعاً أنت بقى عندك خامات جيدة الخامات الجيدة دي فلازم أشيط به لازم أبص دلوقتي المسيماني المسيماني عمل لقطة حلوة جداً ممكن نكون محدش أحب باله منها بعد المباراة بيسلم على اللعبة كلها دي لقطة جيدة لكن إيه استفادت نادي الأهلي نادي الأهلي النهاردة منظم دفاعياً جاي جداً أنت جربت مغربي لا كويس جربت محمد هاني شردباك كويس محمد هاني هتحتاجه في المكان الباكرايت مكان الأصل الفترة اللي جاية محمود وحيد زي ما دكتورتاه قال لعب هو ما كاشي يلعب خالص فأي يعني يمكن باله سنتين مشاركاته قليلة جداً وممكن تحتاجه في وقت من المباراة كريم فؤاد هو لعب كويس وكان مع المنتخب الأولمبي تدب الموجود محمد محمود أخذ حسام حسن أخذ صلاح محسن أخذ فترة كل الكلام ده هتفرق معاك في الفترة الجاية بعد كاسر ربط ده ميزة كاسر ربط إنه هو اللعيبة اللي بوعد هيرجعو لك في ماتشات بدل برضو الماتش الودي حاجة يا سيف والشكل الرسمي حاجة تانية خلص وهو ده الكلام لم يقبل مدرب له مبرر في تقديم وجود جديدة في تغيير محدود في المراكز في فلسفة النهاردة محدش قدر يا عاتل موسيماني بالعكس كله بيشيد بالعمله في الملعب النهاردة وقتحت الفرصة وبثقة وأهم حاجة أنا كنت بشوف كمية النقل تحت ضغط وخصوصا في التلت بتاعنا دي عاجة ثقة عالية جدا يا جماعة إن العيبة صغيرة تنقل بالشكل ده وتقدر تستحوز بدون ارتباك ولا تشتيت يعني لم يتوطرين ولا بيشتتوا ده شغل مدرب طيب ومحمد فضل بيشيد بمين بالقطاع الناشئين وقيادة الكابتن خالد بيبو طبعا ابسط يا عم مسأل فلها كابتن خالد بتعملي كمين علىها كابتن خالد بيبو كابتن خالد ايه راح مننا ولا يا شباب طيب الكمين منفعش شهور مربطش لكن الكلام بتاع محمد فضل هو بس عشان نتكلم إن الفرصة إن أنت فعلا بتفوق وبتوقف على مستوى بقية اللعبة اللي عندها فيه شغل وخصوصا إن المجموعة اللي طلعت مش كلهم تسعة وتسعين ده فيه ناس أصغر من مراحل تانية يبقى فيه شغل في هذا القطاع بتاخد من أكتر من فرقة تجربة بتاعت كابتن خالد بيبو كإدارة هذا القطاع في وجود مدير فني أجنابي أيوة يعني لازم يكون له تأثير الاختيارات يعني خليفة ده موجديد سير دي باك كل ناس أشهد بيه والراجل جه هذه الإضافات أنا أقدر أتكلم فيها لأنك كان كنت قريب شوي في الفترة دي من عملية ومحتاجة تطوير يعني عشان ميهربش مننا مواهب محتاجين نفعل بعض الأدوار بشكل أقوى يعني إنما التجربة لحد دلوقتي لا فيها تنظيم وفيها يعني عودة أحمد عبدالقادل ما برضو دي رؤيك وكل لعب يخش بيتوفي عليه من لجنة المواهب كابتن خالد ومدرب الفريق بعد أخذ رأي الخبير الأجنبي فعملية بتخش في كذا مرحلة لحد ما تجبوه لك لاعب يستطيع أن ينافس وياشئ بأنه فيدك قدام طيب ماذا نجاح مستر موسيماني في إدارة المباراة أو في إدارة هذا الظرف الصعب الكابتن أحمد حسن كان له رأي مهم والحياة أحمد حسن أرأه في الفترة دي بالذات سواء ما يتعلق بالمنتخب وكاس الأمم أو ما يتعلق النهاردة بهذه المباراة أرأ فيها كمية نطج واضح جدا نشوف رأي الصقر في أداء مستر موسيماني أنا شايف أنه يا راجل بنسبك بها بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن التدعيم الكبير اللي عمله قضاية النادي الأهلي مع بداية الموسيم أنا شايف أنه هو بنسبة 95% هو نجح مع النادي الأهلي في المهم اللي هو فيه أضم صوتي لصوتك بعيدا عن طريقة في وقت من الوقت طريقة اللعب مهار دكتور بايدو في الأول وفي الآخر هو استحالة يا فضل أن فيه مديف فني النهاردة ولا فيه فئة هتفضل تاخد كل حاجة طول الوقت مهار دي ما تبقاش منافسة ما هو لازم موسيماني يقع في الدوية علشان يتعلمه علشان يستفيد علشان يشوف النواقص اللي عنده علشان يشوف المشاكل اللي عنده علشان يضايح له النهاردة قضاية النادي الأهلي لما تعقدت عند النادي الأهلي لقد سكوات كبير جدا 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 من ماكيسوني وبرستاو ومجموعة لعيبة اللي جات بالزبط ومجموعة لعيبة اللي جات اللي بقيت موجودة أنا شايف أني المهمة اللي هو فيها نجح فيها بشكل عام أنا شايف أنه راجل أنا أنا أديله 8.9 من 10 لأن في الأول وفي الآخر راجل حقق المطلوب طيب هو كل كلام ما أنت عايزي بالموتش عايزي من البطولة دي الظرف بتاعك بيقول لك إيه طيب أنت استغلتها إزاي الناس متفقة مع ما حدث والناس شايفة كمان أن عند قطاع ناشئين دلوقتي متنظم بيقدر يطلع لك احتياجاتك من كذا فرقة بيعرف يطلع لك احتياجاتك في الأماكن اللي أنت عايزها وواضح أن فيه نوع من اللينك المطلوبة بين القطاع الناشئين وبين الفريق الأول وده كان مطلوب كل ده لازم بيقول لك أن أنت ماشي بخطة صح في هذا القطاع يبقى الناس لما جابت وحطت التنظيم ده وهيكلته بالطريقة دي وترأسه شخص بقيمة كابتن خالد بيبو يبقى كانت حط رهان لحد دلوقتي الرهان كويس أنت كسبان أتمنى أن نستمر على هذه السياسة وأتمنى هذا التناغم والتواصل يوصلنا مش كل اللعيبة اللي طلعت لازم حتلاقي فرص لكن كلها حتخليها تحت المنظر ومعظم حيطلع بعضهم يطلع إعاراته والبعد الآخر تقدر تحتفظ به فالإشادة والنقطاع الناشين ياخد حقه ده واجب الحقيقة لأنه كان فيه ضغط وكلام كتير فين الناشين فين الناشين مش عشان تتكلم على الكرة المصرية لازم تجرجر النادي القالي معك لا النادي القالي حطت خطة حطت سيستم وماشي فيه بشكل صح والموافد دي كلها محتاجة فرص للمشاركة سواف الإعارات أو الرعاية اللي جاية بالزبط كده ده كان كلام مهم جدا لكن كمان الرسالة الجمهوري النادي القالي باحتضان هذه المواهب بمساعدة هؤلاء اللاعبين الصعادين بالفهم المباشر لطبيعة البطولة إن أنا أقدر أستهلك اللعيب الكبار في بطولة زي كده من غير ما أقف على الناشين ولا أكتشف مواهبي ولا أعرف العناصر الموهوبة اللي عند لنا أقدر أعرضها حتى للإعارات من خلال هذه البطولة ده أفيد وأجدى من إن أنا أفوز بالبطولة والبطولة ده الهدف اللي دايما النادي القالي بيلعب عليه لكن هناك أهدف أخرى لابد أن تتحقق وأعتقد مستر موسيماني والجهاز الفني شغالين بوعي في هذا الاتجاه دي كانت إطلالة سريعة على بعض الأخبار اللي حبينا نطمن حضراتكو عليها على أحوال النادي القالي هنطلع لفاصل وبعض الفاصل زي ما قلت لكم معادنا مع الأستاذ الدكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي للنادي القالي ولقاء مهم حول الكثير مما يهم أعضاء وجماهير الأهلي بعد الفاصل طيب رجعنا لكم تاني من أيام قليلة كان هناك حدث هام جدا في الإمارات الشقيقة الأهلي يتوج بجائزة الإبداع الرياضي في واحدة من أهم الجوائز مش الإقليمية العالمية إهمية الجائزة دي إنها يعني تضمنت الاعتراف والاقتناع والإشادة بمنظومة وإدارة وسيستم وأهداف بتتحقق وإبداع وراء كل هذا ومطبخ تئيل زي إدارة النادي الأهلي معانا واحد على قيادة هذا المطبخ التئيل الذي بتناغمه مع استراتيجية النادي الأهلي يحقق هذا النجاح الدكتور سعد مساء الخير يا كابتね عدلي مساء الخير على سبراهيم مساء الخير على المشاهدين للنادي الأهلي الكرام مساء الخير وحemed الله على السلام مبروك للنادي الأهلي ومبروك لجماعير النادي الأهلي ومبروك لأعضاء الجمعية العمومية نادي الأهلي ومبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي كان شبframeуст 지براهيم يرجع من غير ما يمير ما يشرف وليه والدنيا ما تشازه ندلع السلامة وألف مبروك للنادي الجائزة لكن أنت كنت في قلب كواليس هذه الجائزة لماذا الأهلي وقيمة الجائزة يعني خلينا أقول لحضرتك في البداية إحنا لما تقدمنا بالملف الملف ده ملف صعب جدا لأن الجائزة دي بتاعة المؤسسات دي بيحكمها أمان الجائزة الشيخ محمد بن راشد متبنية معايير التحاد الأوروبي للتميز المؤسسي يعني المعايير دي صدر عن الاتحاد الأوروبي وفي الحقيقة كمان مجلس دبي الرياضي طور هذه المعايير وعمل نسخة خاصة بدبي هي أعلى مستوى من معايير الاتحاد الأوروبي لأن أنتم عارفين أن سموه الشيخ محمد لا يرضى إلا أن يكون الأول دائما في الحقيقة فإحنا لما تقدمنا للجائزة قلنا في محور إحنا فوزنا قبل كده أفضل فريق رياضي عربي وده حققناه في الحقيقة عن بطولة الفوز بطولة كأس أفريقيا فوزنا بيها 2012 و2013 وكانت في ظل تحديات إنسانية صعبة جدا الحادث الأليم بتاع جماهرنا وبعدين إحنا تقررنا بعد العرض على الكابتن محمود أن إحنا هنترشح للجازة لأن إحنا عندنا الشروط دي مستوفى لأن المحور بتاع التنافس في السنة دي كان محور يتعلق بأن في مبادرة تتوافق مع مواجهة التحديات النتجة عن أزمة كورونا إزاي المؤسسات قدرت تواجه إحنا في الحقيقة كان فيه 53 ملف بيتنافسه بس آخر المنافسة في التصفيات النهائية النظام التحكيم كمان معقد نظام التحكيم 53 منافس 53 مؤسسة رياضية عربية تقدمت بملفتها منها مؤسسة عربية لا أريد أن أذكر يعني عشان ده بيبقى أسرار شوية من الجايزة يعني منظمة واحدة هي البطولة الأكبر على الإطلاق بعد الألعاب الأولمبية يعني كل الإمكانات عندها كل التجهيزات عندها كل مصادر التمويل المضاخ منظمة يعني شارسة ده اللي كانوا إحنا بنتنفس معاه في النهاية في الحقيقة وأمانت الجايزة مش بس بتبص على كده هي بتبص على حاجات إزاي مجلس الإدارة بيخطط إزاي مجلس الإدارة منخرط في صياغة التوجهات الاستراتيجية المبادرة يعني مشكرات هل في وان ما نشوف النادي ولا دي فرع عمل مشكلة في ضابط بتحكمها عمل مؤسسي عمل مؤسسي طيب إزاي المبادرة دي لما بتحقق بيقيس الأثر بتاعها هل في أثر على الأرض الواقع ملموس تقدر تحسه وتشوفه ونروح نقيسه ده برضو كان لازم الجهزة تبقى عايزة تعرف طيب إيه الاستدامة مستقبل المبادرة دي هل لها استدامة ولا بعد أسبوعين بتنتهي ومحدش بيشوفها دي كلها أسئلة احنا كنا لازم نجاوب عليها محاور صعبة جدا هل بيتم قياس الرضا للناس اللي هم بيشتغلوا معاك الستيكولدرز دول هل بتقيس الرضا للمستفيدين من الخدمات اللي بيقدمها النادي العلي سواء كان جمهور سواء كان جمعية عمومية سواء كانت شركات راعية ماشي دولة شركاء استراتيجيين بالنسبة لك شركاءك في المبادرة الشركة اللي حاصل الشركة لمبادرة المجموعة الاقتصادية انت ازاي تقيس الرضا بتاعتها طب وسائل الاتصال اللي بينكم ماشية ازاي بتتواصلوا مع بعض ازاي طب قليت رفع التقارير بيسألك معايير دقيقة جدا بتتكلم عن كل وثيقة وبعد كده بيجي لك تلات خبراء متخصصين في قياس التمييز المؤسسي تم تدريبهم في الدول الأوروبية ومعتمدين محكمين للزيارة والاطلاع على المستندات الرسمية والوسائق الرسمية التي تؤكد ان هذه الممارسات تتم على ارض الواقع مش كلام احنا بنقوله واحنا عاديد يعني يا دكتور الكلام اللي انت بتقوله ده انا اول مرة اسمعه بالطريقة التفصيلية دي ما هيش وجهة نظر لا وماش ناس بتحبك ما بتحبكش لا 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 دي معايير تنفسية دقيقة ما حدش يقدر احتاج عليها وانعكاسات اللي انت بتعمله ده بقى على اهدافك وتعالى اقول لي انت ايه الانجازات الرياضية اللي هي نتجة على المبادرة اللي احنا عملناها بتاعت المجموعة الاقتصادية ما انت عشان يبقى عندك انجاز رياضي لابد يكون له تمويل ألف به الأداء على أرض الملعب يكون له أداء مالي خارج أرض الملعب طبع لازم الاتنين معادلة النجاح النهاردة في اي صناعة مؤسسة الرياضية عالمية لازم تقدر تدير الاتنين دول تدير تمويل كويس وايضا تدير نجاح على أرض الملعب كويس تقدرش تقول النهاردة برشلونة النهاردة نتيجة لان الأداء الرياضي على أرض الملعب هو ناتج على عمليات تمويل لانه مقاعدش قادر يستمر في انه يجيب تدفقات مالية تنجحه جوه أرض الملعب يحتفظ بالمواهب بتاعته في بدقة المواهب بتاعته تخرج ومش قادر يبني الفريق من جديد ده واضح بشكل كبير جدا في مؤسسات رياضية ففي الحقيقة ده كان محل تقدير كبير جدا من الجائزة والجائزة كمان يعني لما احنا كمان تعرضنا لظاهرة فريدة من نوح ظاهرة فريدة من نوح ان فريق رياضي لكرة القدم بيلعب بطولتين في خلال 8 شهور هما الأكبر في القارة عشان يقدر يستمر عايز طيران خاص في ظل الجائحة دي انت النهاردة كنت عندك الإقامة بتوزع كل لعبين في قوضة مستقلة النهاردة كل عيد في غرفة واحدة بس عشان تنفذ يعني بتضاعف مصاريفة فعندك زيادة كبيرة جدا في الانفاق وده يمكن انعكس في الميزانية وده برضو تعكس كان فيه جزئية مهمة جدا بيتكلموا فيها النزاهة والشفافية كيف تكون المؤسسة لديها قدر كبير من النزاهة والشفافية بعتنا لهم الميزانية فلما شافوا الميزانية كمان شافوا درجة المصداقية ودرجة الرقابة على الأداء المالي في النادي الأهلي ده مهم واحد من المعايير الرئيسية عشان تحكم على النزاهة والشفافية بتاعت المؤسسة والله دي وثيقة مهمة جدا الشهادة فده كمان واحد من المعايير الرئيسية اللي احنا تحكمنا فيها وسألونا طب انتوا دلوقتي عندكم الإرادات بتاعتكم 828 مليون جنيه وعندكم مصروفات مليار مليار 88 مليون جنيه العجز ده انتوا شايفينه ازاي فلما شافوا الأداء التراكم بتاع الموازنة فقد الموازنة على مدار السنوات تلقوا إيجابي فده أثبت قوة الأداء المالي للنادي الأهلي لكنه يعكس حاجة مهمة جدا برضو وإحنا جماهيرنا وأعضاءنا محتاجين انه هما يكونوا معانا فيها يعني معانا فيها ان احنا مصروفاتنا عمالة تزيد يعني هما تعجبوا جدا لما تلاقوا قالوا لنا نسبة المرتبات من إجمال الميزانية ده سؤال أي مؤسسة رياضية نجحة ولذلك هتلاقوا أنتوا الفيفا لما جاء في اللعب المال النظيف حطوا سقف الرواتب حطوله سقف لأن ممكن الرواتب تتجاوز وده اللي بيخلي الأندية تتعرض للإفلاس إن سقف الرواتب يتجاوز الإرادات بنسبة 100% فقال لك لا ده الحد الأقصى للرواتب من 80% فأقل لما أسن الأربع سنين اللي فاتوا طلقوا أن الرواتب عندنا ما بتتجاوز 68% وبالتالي ده كانت ميزة بالنسبة لنا أن في قدرة في قدرة على قدرة يعني ده يعكس قدرة المؤسسة على أنها قادرة على الوفاء بالاتزاماتها المالية فإحنا عايزين نحافظ على ده ولذلك عملية إصلاح مالي طويل المدى بنشوف بقى ميزانياتنا شكلها إزاي إراداتنا شكلها إزاي طيب نقدر نزود إيه وما نقدرش نزود إيه ندرس الموضوعات ولذلك إحنا يمكن كان عندنا موقف مهم جدا حضراتكم تتذكروا هما كمان لما شافوا تطوير البنية التحتية بتاعتنا وحجم الإنفاق عليها إحنا كنا قلنا في حلقة من الحلقات إن إحنا عندنا مليار 92 مليون جنيه انفاق على البنية التحتية في الفترة السابقة النهار ده وأنا بتكلم معاكم المبلغ ده راح لمليار 663 مليار 663 مليون جنيه على البنية التحتية حاجزة توقف هنا دكتور سعد لحظة عشان نوضح الحتة دي يا جماعة هو الانفاق ده مش صرف أنت بتعظم أصولك يعني أنت آه بتصرف بس بتاخد بدلها أصولك تسوي كاب يعني في تقييم المؤسسات ولا أنا يعني ما هو ده يعني يعني أمني إذا كنت ماشي صح عشان ما قولش حاجة أنت كل ما زادت أصولك كل ما زادت قيمتك في السوق بالزبط كنت كل ما زادت قيمتك في السوق لأن الشركاء الاستراتيجيين عندهم ضمانة أساسية في أنك أنت على أرض سابتة يعني ما هوش انفاق طرفي لا ده انفاق في الأصول أنت كمان مش بتنفق عشان طرفي أنت بتشوف احتياجات يعني إحنا لما جينا في مدينة نصر والمجلس جاء في مدينة نصر في بداية الدورة اللي فاتت حلل احتياجات الأعضاء أنت لازم تحلل الاحتياجات مش بتعمل حاجة زي ما حضرتك قلت ايه احتياجاتنا كان أهم احتياج عندنا بالنسبة للمدينة نصر الجراش كان واحد من الطموحات الكبيرة اللي احنا بقالنا 30 سنة كنا بنطمح أن يكون عندنا جراش داخل أصوار مدينة نصر الحمد لله رب هنا وفقنا في الجراش ويمكن أنا برضو هنا حاجز أخذ الفرصة دي وأوضح حاجة لما بدأنا نشغل جراش مدينة نصر ده جلنا شركة شركة محترمة جدا أول ما بدأت عملية التشغيل وعرفوا أن الجراش ده هيشتغل احنا جلنا عرض بخمسمائة ألف جنيه في الشهر وما نعملش أي حاجة ناخد خمسمائة ألف جنيه ونسألهم الجراش هم يبقوا مسؤولين على قدرته بس كانوا عايزين يحملوا في الحقيقة الأعضاء جزء كبير جدا من رسوم الدخول للجراش ودي معادل ما تمشيش معنا الحاجة التانية كمان أنه عايزني أسمح له أن غير الأعضاء يخشوا في الجراش قلتوا لا 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 احنا عاملين الجراش ده اسمه جراش مين النادي 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 الاهلي يبقى ده خاص بمين العضاء النادي الاهلي ورفضنا في الحقيقة وقمنا احنا قلنا نعمل حاجة كويسة قوي في الحقيقة كان الكتب محمود ومجلس الإدارة قال احنا نشغل الجراش ده ثلاث شهور تجريبي لحيث ما نشوف التجربة بتاعتنا هتعمل ايه احنا في الحقيقة عملنا حاجة مهمة جدا وانا عرضتها مع حضراتكم بس من منظور آخر تقول لك احنا عيننا في الجراش مدينة نصر 79 واحد 79 واحد دولة بياخده دي بياخده كام محد الساعة نفسه 79 واحد دول بيكلفونا 135 ألف جنيه في الشهر يعني بيكلفونا في السنة ما يقرب من مليون ونص مرتبات فيه الكلاب الحراسة اللي على اول الجراش لان الجراش مدينة نصر ده يعني له خصوصية شوية لانه في جواره منطقة مهمة واستراتيجية فكان لازم يبقى فيه كلاب حراسة عشان تأمن دخول العربيات دي الكلاب الحراسة دي ودي صالح الأعضاء برده 85 ألف جنيه في الشهر 85 85 85 ألف جنيه في الشهر يعني تقريبا بنتكلم في السنة بنعدي النهاردة 160 و850 يعني بنعدي 900 ألف جنيه وعشرة بالإضافة لمليون ونص يعني تقريبا بنتكلم في 2 مليون وربعمائة ألف جنيه تكلفة تشغيل غير بقى الاستثمار اللي محطوط فيه جراش مدينة نصر ده كان كم 60 مليون جنيه احنا حطينا الفلوس دي فبالتالي دي كلها خدمة المبلغ ده تكلفة كبيرة جدا ولكن حتى لما جنا نقوم بعملية التسعير في الأول حطناها بشكل بسيط جدا وقلنا ناخد 5 جنيه عشان نحقق العدالة ما بين كل الفروع لأن زايد بتدفع 5 جنيه فاحنا ناخد 5 جنيه في مدينة نصر أول 3 ساعات وكل ساعة بعد كده بجنيه بحد أقصى 10 جنيه بعد ما خلصنا الثلاث شهور التجريبية دي قعدنا ندرس الموضوع ونشوف التكلفة بتاعت الجراش ده تشغيله ويكون ازاي لأنه مش هنقدر نستمر كده القدرات النادي هتستنزف وفي النهاية الجراش ده مش هتعمل له عملية صيانة دورية انت محتاج ان الجراش ده تحافظ عليه لأنه بقى أصل من أصول النادي والضم خلاص للميزانية لأنه مشروع انتهى تنفيذه ففي الحقيقة قرر المجلس الفترة الأخيرة احنا يمكن أخذنا جراش الجراش ده تسعير بعشرة جنيه بس خلي بالكم الميزة اللي احنا حطناها يمكن الناس مش واخدة بالها العشرة جنيه اللي احنا كنا بناخدها بحد أقصى المرة أيام التشغيل التجريب كانت مرة واحدة في اليوم يعني كان ممكن العضو اللي عنده ثلاث أولاد مشتركين في الأكاديميات واحد في السباحة واحد في الكاراتي لو خرج خلاص يدفع غيرهم لو خرج هيدفع غيرهم احنا خلناها المرة دي عشرة جنيه من الحد ليوم الأربع طول اليوم تخش زمان تعايز عايز تخش عشر مرات خش عشر مرات استخدام متكرر طوال اليوم لليوم فدي تعتبر مش زيادة ده بالعكس ده تعتبر تخفيض لاستخدام الجراش لان احنا شفنا ان الزملاء الاعضاء الموقرين اللي هم احنا في الحقيقة الهدف الرئيسي ان احنا نحقق خدمة لهم ونلبي خدمات متميزة ده بالنسبة للجراش طب قلنا بقى الايام بتاعت الخميس والجمعة والسبت اللي الضغط بيبقى فيها كبير جدا 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 فهنعمل موازنة ما بين الخميس وبقية ايام الاسبوع مع السبت ده هنخلي رسم الاشتراك تقدر متوسط الاراد بتاع الجراش برضو عشان يعني متوسط الاراد احنا لما حسبنا عشان الناس برضو فهم يعني ممكن يتم اتخاذ قرار عشوائي لا ده قرار ده بيتم دراسته بدراسة مستفيدة بارقام حقيقية بمتوسطات احنا كان عندنا متوسط اراد الجراش 322 الف جنيه في الشهر ده اعلى اراد جابه في الاربع في شهور فلما شفنا 320 الف جنيه خلي بالكم انا قلتلكم كان جاي لي كام 500 يعني انا كده كمان ايه يعني عندي 100 تقريبا 178 الف جنيه يعتبر انا بخسرهم بس دولك كانوا في سبيل مين عضو النادي عشان ما حدش يتحكم في عضو النادي الاهلي ويجيب كمان حد ده اول حاجة فكمان بدفع منهم كام 85 الف جنيه تكلفة كلاب الحراس زي ما انا قل تمام وعندي 135 الف جنيه تكلفة تانية وعندي خدمات امن طبعا الناس اللي موجودة دي لازم يبقى فيه وسائل تحفيز عشان تبقى موجودة اي تمام الجراش ده كده احنا مش نقدر نستمر بهذا الشكل زي عربيات الجلف اللي بتنقل الأعضاء كل ده احنا مش نقدر نعمله احنا كمان عندنا مرحلة تانية عايزين نطاق مرحلة تانية للجراش دي عايزين نطورها طب ده مش بس كده على فكرة احنا كمان منعين جميع العاملين في مدينة نصر بما فيهم المدرين اذا كنت عايز تدخل عربيتك جوة تدفع فالزملاء طبعا بيوقفوا عربياتهم برا او بيجوا في عربيات مع بعض وماشي ويخشوا عشان طبعا تكلفها تبقى بالنسبة لهم كبيرة وحتى مجلس الادارة ايضا لما بيخش الجراش بيدفع تمن تكلفة الدخول ده كان موضوع بسيط للموضوع الجراش فالجراش بالنسبة لنا هو الهدف الاساسي منه خدمة اعضاء النادي الاهلي في مدينة نصر وايضا خدمة اعضاء النادي الاهلي في زايد ولذلك كان اول القرارات اللي اخدها النادي مجلس الادارة الموقر في اول جلسة له هو البدء في مرحلة جديدة لتطوير اماكن الانتظار للسيارات في فرع الشيخ زايد ده برضو لانك انت عملت صلاة جديدة في زايد ودي برضو مهم هتزود حركة الاعضاء هتزود فده برضو كان بالنسبة على فكرة ده كان معيار مهم في الجائزة ان ازاي انت بتتحك بتقدر تقيس وتوصل لرضى الاعضاء وازاي بتاخد القرار اللي يحقق الرضى على فكرة ليس هناك رضى مطلق في صنوعة قرار يعني الرضى بيغطي او ما تيجي تاخد قرار انت بتلبي بتلبي كل الشرايح اللي عندك في غالبيتها العظمى يعني تقدر مثلا تقول القرار ده يستفيد منه تسعين في المئة لكن فيه نسبة ضرر على البعض اه لكن ما تقدرش تحقق نسب الرضى المطلقة اطلاقا في اي قرار انت بتاخده بس بتشوف القرار للغالبي شوفها دكتور بالتجاربة في الاخر الاعضاء بعد شوية لما بيلاقوا فيه مرضود اللي بيدفعوه والخدمات والكواليتي بتاعة الخدمة يعني بيترضيهم وتقتنع ان انت بتتحمل معهم زي ما بتحملوا بتتحمل معهم حيفهموا الوضع واحنا ده حرسين عليه في الحقيقة ان احنا نطور انت عشان تطور خدمات رياضية عشان تطور خدمة رياضية لازم يكون عندك بنية تحتها كويسة ويكون عندك افراد قائمين على الخدمة كويسة يعني زي زي الفرقة الرياضية بالضبط عندك لعيبة كويسة وعندك جاس فني كويس انت بس لقدام كمان ولازم يكون عندك بلعب تدريب كويس ولازم يكون عندك منشأة التشغيل ما تم مش صح الصيانة مش هتم صح عمر الافتراضي بتاع الخدمة لن يستمر فترة طويلة وانت مش هتقدر تاخد الخدمة دي بعد كده الناس ممكن تتوقف تقولك طب ولازمت وكلاب الحراسة لا مهم جدا انت انت دلوقتي الدخول والخروج كل العربيات دي كتبرى النادي كل العربيات دي كتبرى النادي لكن لما توبقى كلها جوى النادي محتاجة تأمين بس الشيء الجميل في الحقيقة برضو يعني وإحنا بنشتغل حتى في الجايزة احنا عندنا أعضاء النادي الاهلي في الحقيقة لهم ميزة يمكن احنا بنبقى فخورين بيها جدا انه هو عضو بناء مش بتاع نقدها الدم أبدا يعني يعني انت طبعا بحكم انك كنت معايا يعني يعني احاولك حاجة دكتور معايا ورعا كده لو سمحت لي انا بس بالكلمة دي عايز اوضحها اكتر انا اشتغلت مدير في النادي الاهلي ورحت في اكتر من نادي عضو النادي الاهلي الاكتر حرصا لا التزاما بما تقرره الادارة وانضباطا في تنفيذ التعليمات ما بتلاقيش منوقة لا 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 وبعدين ده بيخش يعني عضو النادي الاهلي انا ببقى سعيد جدا وهو داخل يقول لي ايه انا عارف ان الوقت مهم بالنسبة لك فمش اخد من وقتك كتير ايوه الكلمة دي في الحقيقة بتخليني حريص جدا 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 اننا اننا اسمعه كويس وقدم خدمة لعضو النادي لانه هو اصلا حاسس بي اه ده الراجل داخل وبيتلطف وبيتحسس في انه ياخد منك عدد محدد من الدقائق عشان يعرض وجهة نظره او تحدي بيقابله جوه النادي الاهلي فبيقول لي انا بعد اذنك يا دكتور انا عارف ان الوقت وعارف ان المهم كتير جدا جدا وعندنا مهم كتير جدا جدا انا مش اخد غير ففي الحقيقة عضو حريص بشكل فانت طبعا بتبقى حريص جدا انك تلبيله كل طموحاته وكل الرغبات ولانه هو فعلا حريص على النادي وحريص على ادارة النادي يمكن انا هقول لحضرتك حاجة ما تلاقيهاش غير في اعضاء النادي الاهلي هقرها لك كده نفتخر جميعا كمحبين للنادي الاهلي اولا وكأعضاء للجمعية العمومية بحجم التطوير والانشاءات الضخمة والتنمية في عدة محاور داخل نادينا الحبيب فالنادي الاهلي بفروعه تحول الى خلية نحن تصابق فيها الجهات المعنية تتصابق فيها الجهات المعنية الزمن للتطوير والبناء وهذا مكسب مهم جدا للنادي والجمعية العمومية ولكن في الوقت نفسه يجب تسليط الضوء على بعض السلبيات البسيطة شوف الرجل يعني هو في الحقيقة ده لازم تسمعه ولازم تقدره ولازم تحتمل به لا على فكرة ده دولك كم واحد ماضين على الكلام ده يجي مثلا واحد وسبعين واحد مقدر اللي بتعمله بس اسمعنا لا وداني بقى مجموعة من المقترحات التي يجب ان تنظر فيها بعين الاعتبار كأنه راجل قاعد معك جوه الإدارة وحاسس بالنادي وحاسس بظروفه وحاسس بالتحديات وبيديلك مقترحات للتطوير والبناء والاستمرار في عملية التحسين كأن الثلاث كلمات اللي احنا كتبينهم على البوابات دي تاريخ محتمل الموداء مسألة فيها شراكة مسؤول تجاه النادي وده يمكن يدخني الحاجة يمكن أنا برضو انتهز الفرصة ان انا موجود مع حضراتكم ان احنا نهني الجمعية العمومية للنادي الاهلي انها عندما اختارت كان اختيارها محل تقدير من كل المؤسسات الوطنية داخل الدولة المصرية فيما يتعلق بالانتخابات الأخيرة للنادي الاهلي وكان هذا الجهد الكبير من الجمعية العمومية وتحمل المسؤولات وممكن أنا هنا استاذ ابراهيم لو يتذكر لما عملنا حلقات جميلة في الحقيقة كانت نموذج أيضا فريد لان منصات النادي الاهلي تسمح لكل المرشحين بالتواجد داخل هذه المنصة الإعلامية الكبيرة في الحقيقة النهاردة احنا بنحصد قلت له استاذ ابراهيم حاجة مهمة قلت له الجمعية العمومية هي صانعة قوة القرار صحيح هي صانعة قوة القرار ومن ذلك يعني الهيئة القضائية الموقرة عندما استصدرت الحكم قال كان في حيثيتها أن هناك أكثر من 19 ألف صوت قد منحوا السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة التصويت وبالتالي الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في اختيار من يمثلها في إدارة النادي في الحقيقة وهنا أنا بنتهز الفرصة وأكد على حاجات مهمة جدا تخلينا كأعضاء جمعية عمومية وكجماهير نادي أهلي وكناس منتمين لهذه الدولة العريقة الدولة المصرية أننا نأكد على حاجتين مهمين جدا النادي الأهلي قدم درس في إدارة هذه الأزمة درس مبني على قيم ومبادئ النادي الأهلي الناس بتسأل عليها هي أي قيم ومبادئ النادي الأهلي قيم مبادئ النادي الأهلي في هذه الأزمة تتمثل في الاحترام قيمة الاحترام وقيمة السقة صحيح وتمثوا بالحق الاحترام لكل مؤسسات الدولة ومسؤوليتها لم تتجاوز في مؤسسة أي مؤسسة احترمت اللجنة الأولمبية احترمت الجهة الإدارية احترمت الهيئات القضائية الموقرة تمام احترمت أيضا ودافعت عن رأي جمعيتك العمومية باستمات احترمت القانون والتزمت به احترمت نظامك الأساسي الذي صدر عن الجمعية الأمورة لا لم تتصرف بانفعال احترمت حق المرشح حتى يعني وحق أن النادي يتضامن بربع عليك على السيد العمري فاروق انت احترمت حق المرشح هنا بقى ظهر الشعار ومعناه الحقيقي اللي بيخاف منه الجميع ودايما بنحاول نصحاحه أن الأهلي فوق الجميع من أبنائه التزم السيد العمري فاروق الصمت لأن مصلحة الأهلي تتطلب هذه المرحلة الصمت والالتزام بقيم ومبادئ النادي الأهلي التزم مجلس الإدارة أيضا المصهر القانوني دون أي ضجيج أو ظهور إعلامي أو أي لغة يسير أي كلمة سلبية تجاه أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وهذا يعلي شأن الأهلي فوق الجميع من أبنائه ده مش بس كده ده انت حتى لما صدر القرار كان هناك توجيه رسمي من مجلس الإدارة بأن النادي الأهلي لا يعلق على الأحكام القضائية وسوف ننتظر كل الجهات التي تكتمل مسؤوليتها بأن يتم استصدار تشكيل هذا المجلس يبقى ده الاحترام الثقة الثقة في إجراءاتنا الثقة الثقة في إجراءاتنا أننا من أول يوم أنا يمكن كان فيه تكليف من المجلس في الحقيقة أن أكون المتحدث الرسمي في هذا الشأن ويمكن تحدثنا وليس التحدث من أجل الشوشرة ولكن التحدث من أجل تصحيح وتوضيح موقف النادي الأهلي وهنا الثقة بقى فين؟ الثقة في تاريخ النادي الأهلي العريق فأنه عندما يعد نظام أساسي يعد نظام أساسي وفقا للميساق الأوليمبي الدولي ووفقا للقانون الوطني المصري لائحة منضبطة كان لدينا ثقة فيها ومشينا على إجراءاتها ولم نخرج عن إجراءات ده برضو حاجة مهمة الثقة في الجمعية العمومية الموقرة التي جاءت فيما يتجاوز بعددها بـ 22 ألف الثقة في الشفافية والنزاهة لأن النادي الأهلي زاعة لانتخابات لحظة بلحظة مش على قناته فقط ولكن على جميع القنوات الفضائية الثقة في صحة الإجراءات الثقة في الإرس التاريخي لخبرات النادي الأهلي لخبرات النادي الأهلي وفي الحقيقة كمان الثقة فين الثقة في الهيئات القضائية الموقرة لدينا ثقة كاملة في قرارها والتزمنا بالجلوس إلى الهيئات القضائية وما قلناش احنا مش راحين للقضاء الثقة في اللجنة الأولمبية الوطنية أيضا التزمنا في الحوار مع اللجنة الأولمبية الوطنية الثقة في الجهة الإدارية الموقرة وروحنا برضو تعاملنا مع الجهة الإدارية هنا بقى قيمة أخرى الثقة في عراقة تقاليد النادي الأهلي عندما اجتمع مجلس الإدارة في أول جلسة له ترك المنصب لأن الجمعية العمومية منحت المجلس الثقة في اختيارات محددة فلم يتجاوز المجلس ثقة من الجمعية العمومية أمنتوا على الجمعية العمومية هنا احنا هننتظر حتى يظل المقعد شغل لأن الجمعية لما منحت الثقة فيه شخصيات بعينها احنا هنلتزم بهذه الثقة لان يتم تشكيل مكتب تنفيذي أيضا لأن فيه نظام أساسي الثقة في النظام الأساسي ده احنا كنا واثقين فيه ففي الحقيقة ده أيضا واحد من المشاهد التاريخية اللي هيذكرها التاريخ دائما وتعكس دائما وأبدا ريادة النادي الأهلي وريادة جمعية العمومية وريادة النادي الأهلي في التعامل والاحترام والتقدير المتبادل بينه وبين كافة مؤسسات الدولة المصرية في الحقيقة أيضا وضح ومعنى الشعار التاريخي للنادي الأهلي أن النادي الأهلي عندما يقول أن الأهلي فوق الجميع فوق الجميع من أبنائه فعلى جميع أبناء يلتزموا بقيم ومبادئ النادي الأهلي ويعلوا مصالح النادي الأهلي فوق أي مصلحة شخصية مجلس إدارة أعضاء حتى الجماهير بقوا معانا في الاتجاه ده أعضاء جميع العمومية معانا في الاتجاه ده واللي أنت بتقول دلوقتي والرسالة اللي قريتها حضرتك فيه لفت نظر لبعض السلبيات والشياكة اللي مكتوب بيها الكلام والثقة يعني بيقولك واسقين فيكم جدا بس خلي بالكم من واحد اثنين ثلاثة أربعة وحنا بنقول لكم حاضر وطبع رأيكم فوق رأسنا كإدارة وفي الحقيقة أنا يمكن النهاردة كان عندي اجتماعات متتالية في التقرير في المذكرة دي تحديدا يعني وتبين أن تقريبا إحنا شغالين على تسعين في المئة منها يعني المذكرة دي كان بتقدم بعض النصائح في تطوير مستوى وجودة كتعب بالك برضو يعني وأنا هقولها بالأسماء يعني مثلا طلب أن يكون هناك مخطط إحنا زودنا رسوم الاشتراكات للأكاديميات الرياضية يمكن إحنا ما عملناش كده من 2016 ويمكن كلنا عارفين طبعا وكلنا حاسين بحجم الزيادة الكبيرة في الأسعار العالمية مش بس ظاهرة مصرية دي ظاهرة عالمية نتيجة كمان للجائحة يعني إحنا كنا بنشتري كرة السلة بـ 320 جنيه إحنا بنشتري النهاردة كرة السلة بـ 1050 جنيه إحنا كنا بنشتري بدلة الكراتي بـ 145 جنيه النهاردة بنشتريها بـ 230 جنيه النهاردة عندي زيادة في المطهرات بتاعت حمامات السباحة 50% بس في الشهرين الأخر دول قبل كده كان في زيادة يعني مثلا كمان إنت مش بتشتغل بس على الزيادات دي إحنا كمان إحنا يمكن عشان النهاردة الرياضة قيمة على فكرة الخدمات الشخصية يعني بمعنى المدرب هو صاحب الخدمة الرئيسية يعني هو اللي قايم على تقديم خدمة التدريب للعيب إذا كان المدرب ده عندك ما بياخدش راتب رئيسة التنافسي في السوق اللي عندك وحصل تغيير في تركيبة السوق نفسه في مؤسسات الرياضية النهاردة بدأت هدفها استهداف الربح بعينه ما هيش مؤسسة زي النادي الأهلي مؤسسة عامة مالها مال عام وكلام من ده وتغضع للرقابة الحكومية بشكل مطلق لا ده مؤسسات تستهدف الربح بقت شركات تنافسية ولذلك النادي الأهلي النهاردة دائماً وأبداً يسبق الأحداث ويدخل إلى المستقبل لا ينتظروا أن يأتي عشان كده الأهل هيفضل قوي وهيفضل كبير وهيفضل هو الأول بقدرته دي حاول حضرتك على حاجة مهمة مثلاً في موضوع إحنا كان عندنا صلط الكاراتي في زايد كانت عبارة عن خيمة النهاردة عندنا صلط الكاراتي ممكن حضراتكو يعني شرفنا حاجة فخيرة بأننا تحضروا معنا صار الكاراتي على دوريل فيها ستة أبسطة دولية موجودة حاجة فخمة يمكن أنا كنت شرفت أن أنا أكون في جوار يعني أحد المسؤولين الكبار دون أزعل ذكر اسمه ألف الحقيقة الأهلي يتحمل مسؤولية كبيرة وتاريخية تجاه الرياضة المصرية لأن هذه المنشآت لا تخدم النادي الأهلي فقط ولكنها في الأساس تخدم المنتخبات الوطنية المصرية فأنت كمان عملت تطور عندك صالة الجنباز ما كانتش موجودة احنا عملنا صالة الجنباز النهاردة في زايد وعندنا النهاردة ما كانش موجود ملاعب سكواش في زايد وبالمناسبة احنا أيضا مجلس الإدارة الموقر في أول جلسة أخذ استكمال مشروع ملاعب السكواش في مدينة مصر ده برضو النهاردة واحدة من الحاجات المهمة استغذينك في حاجة أحسن شواريب عمال يقول لي فاصل فاصل حنستكمل هذا السرد الموضوع جدا عشان العضو برضو يعرف ما يتحمل النادي الأهلي لمصلحته ولرضاؤه وفي الآخر المردود على الرياضة المصرية فاصل يا جماعة ونعود أهلا بحضراتكم الجديد متواصلين معاكم ما تخافش على الأهل طالما الأهلي يملك هذا القدر العالي جدا من الوضوح والشفافية والأداء المؤسسي المهم الكلام اللي قاله الدكتور سعد في بداية الحديث عن حصول الأهل على هذه الجائزة المهمة اللي ترجمت عمق وقوة وسلامة وشفافية الأداء المؤسسي المنضبط جدا للنادى الأهلي متواصلين مع الدكتور سعد الشالب المدير التنفيذي للنادى دكتور في إطار كل هذا الإنجاز الكبير الأعضاء يعني أنت مؤكد عندك قدر من المؤمى ما بين الصرف وما بين أسعار الخدمات اللي بتقدم كيف يمكن تضييق الفجوة بين هذا وذاك يعني في الحقيقة ده سؤال في الحقيقة مهم إزاي نقدر نعمل مؤمى ما بين الإرادات والمصرفات ونقدر ندرس ده إزاي ونشوف مراكز التكلفة لكل النشاط ده مهم قوي نتشوف كل نشاط عندك في النادى الأهلي بيكلفك قد إيه عشان تقدر تعمله عملية تسعير عادلة وفي النهاية عملية تسعير عادلة تكون في صالح العضو الفلسفة بتاعت النادى الأهلي هو استعادة جزء من التكاليف وليس الربح برضو ده مهم يعني احنا مش بنقول ان احنا الخدمة دي بتكلفنا خمسة قروش فعايز نحط كمان همش ربح كذا فيبقى سعر الخدمة دي كذا هدي لك مسأل بالفوت كورت العمال السؤال اللي محيارني هي المعادلة الصعبة قوي دي بين صالح العضو والخدمة وتكلفة الخدمة الحقيقية علق عليك ازاي بتحلو المشكلة دي بحيث ان في كل الاحوال برضو تظل مؤسسة الاهلي هي الاقل اسعار ما بين اقرانها ما هو ممكن تقول الاقل اسعار وتقول برضو الجودة منخفضة لا هي اقل اسعار واعلى خدمة خلينا نقول ازاي منطقة الفوت كورت هات اي منطقة في اي من الاندياة المصرية اللي بنكن لها كل احترام وتقدير في الحقيقة كل الاندياة المصرية منطقة الفوت كورت اللي في مدينة ناصر انا كان عندي حد لما جاء من دبي ولما شافوا منطقة الفوت كورت قال ده ده في النادي قلنا له ايو في النادي كان عندي حد بمناسبة الفئات الخاص الاصحاب الهمم واحدة من الرموز الوطنية في اصحاب الهمم موجودة معنا وكانت عضو في النادي الاهل فقيت لنا ما جيتش النادي الاهل من مدينة ناصر كان معنا اجتماع يوم الاربع اللي فات عشان مؤسسة الاهل المجتمعية فقالت لا 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 استنى ده اهل مدينة ناصر قلنا لها ايو اهل مدينة اهل بس تطوير ده تطوير جزري غير عادي في اهل مدينة ناصر انا كان حتى مدام كابتن مشير حاسمان كانت موجودة هي صديقتها فقلت لها ايه اللي حصل ده في النادي اهل مدينة ناصر منطقة الفوتكورت ده حاجة عظيمة جدا 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 تعال احنا بنحط في السعر ازاي انا لو انا اجرت المنافذ اللي موجودة في منطقة الفوتكورت باسعار عالية هتنعكس على ايه على سعر المنتجات المؤدمة من خلال منطقة الفوتكورت للأعضاء فبنتطر نعمل حاجة مهمة جدا 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 ان احنا ندي السعر الاقل كايجار عشان انا ده المفروض هنعكس علي انا كنادي اهلي بالسل عشان يقدر يتحط اصعار عشان حط له شروط في الاسعار يديني اصعار اقل مما هو نفس البراند نفسه يعني هقول لحضرتك على حاجة كلنا بنحب الزلابية في الجو الدافي ده النهاردة ممكن تاخد العلبة الكبيرة ب25 جنيه هي نفس البراند انا مش عايز اقول اسماء براند عشان ما بقاش اعلانات وكت انا عند الكابتن عدلي على طول في المكتب نروح نجيبي الزلابية دي ونجيب يجي يحط في التعاقد شرطه في التعاقد انه لما يجي يحط اسعار جديدة بعد ثلاث سنين بعد ايه بتسبت ثلاث سنين وبموافقة انا كقدرت ايه النادي القال عشان اضمن ان انا حاطت كنترول فين على السعر يعني مثلا انا عندنا منطقة الصلاة الجديدة في زايد ومش ده بس بنعمله في مدينة مصر ولا في الجزيرة النهاردة عندنا يمكن واحدة من اشهر العلامات التجارية اللي موجودة في تقديم القهوة ومشروبات القهوة مش عايز اقول برضو اسمها اشهر علامة تجارية موجودة في هذا السوق الحمد لله النهاردة بقت موجودة عندنا جوه زايد في جوار الصلاة ويمكن كانوا حرسين انه هم يستقبلوا كابتن محمود الخطيب اثناء الافتتاح عشان يشوف مدى جودة التجهيزات اللي موجودة في هذا المنفذ هذا المنفذ لأول مرة في تاريخه لأول مرة في تاريخه ينص في عقده ان تكون اسعاره هناك تخفضات 5% حد ادنى لأعضاء النادي الاهلي لأول مرة انا اقول حاجات اول مرة اقولها خمسة متطالع يعني ممكن خمسة يخليها عشرة بس دي خاصة بس الأعداء النادي الاهلي وعمر مقدمة لان شرط انتو عارفين ان في بعض البرندات قمتها في السوق زي بعض الساعات الكبيرة ممنوع انك انت تيجي ناحية السعر لان عندما يتحرك السعر معناها ان هناك تحرق في القيمة نقص انهم ياخدوا كابتن محمود عشان يشوف مستوى الفخام اللي موجودة ولذلك احنا بنعمل دلوقتي عملية تطوير شامل لكل المنافذ اللي عندنا اللي موجودة في منطقة سواء كانت مدينة ناصر احنا عندنا 83 منفذ 83 منفذ ده عدد ضخم جدا من العقول على ثلاث فروق في حاجة كمان بقى خلي بالكم وحضراتكم احنا اللي اتحملناها مش العضاء الجهة الادارية اخدت قرار نتيجة للازمة اللي حصلت اللي موجودة جائحة اللي حصلت اخدت قرارات بتخفيض 50% من القيمة الإجارية للمنافذ لان المنافذ قعدت فترة زمانتوا عدراكوا عارفين اشتغلش الزميتني التزمت لا النادي الاهلي عمل حاجة اهم لان المنافذ كانت بدأت تتعصر اي احنا كمان عاملين السنة الدورة اللي فاتت دي اخدنا قرار كمان ايه عشان نسوي المدينات بتخفيض 50% للمنافذ من القيمة الإجارية بتاعتها عشان كان عايزين يرفع الأسعار قلنا لا احنا لنتحمل ونخفض ده بقرار رسمي موجود من مجلس الإدارة مش مثلا لمدة ثلاث شهور اتعرف دكتور سعد بتفكرني بايه اما كابتن صالح نزل الانتخابات تاني مرة كان الهجوم كابتن صالح هيغلي الاشتراك على الأعضاء يعني تقولت حاجة هنا بقديني فرصة اتكلم فيها لانه مهم ما انا حقول لك قال له كنت بديري النادوة فتقول له يا كابتن قال له يعني ايه هنقولهم الحقيقة قلت له خلي بالك انت نازل في الانتخابات بس يعني شوف قال له هنقولهم الحقيقة فروح تقاري السؤال كابتن صالح في سؤال من الأعضاء هو انت صحيح هتغلي الاشتراكات قال لي مش انا اللي هغلي مش قال لي قال لهم قال لهم والله لو انتوا شايفين النادي مش محتاج تطوير لو انتوا مستوى الخدمات عجبكم لو انتوا مستوى الصيانة عجبكم لو انتوا لو انتوا خلينا زي ما احنا لكن لو عايزين حاجة تليق بيكم ويحصل تطوير ويحصل نقلة في النادي انتوا اللي هتقول لي غلي الاشتراك عشان تقدر تعمل لنا كده اكتسح الانتخابات دي يعني الصقة والمصدقية وتحمل مسؤولين مشترك في الحقيقة حضرك لمست حاجة كابتن عادلي يعني في الحقيقة جبت رمزنا الكبير كابتن صالح اللي كلنا بنفخر به وبنفخر وهو جزء أصيل من مبادئ النادي الأهلي ومن تاريخ النادي الأهلي في الحقيقة احنا في النهاية احنا كمان أعضاء احنا كمان في النهاية قبل ما نكون مسؤولين احنا أعضاء بالزبط احنا النهاردة فخورين جدا بأصوار النادي الأهلي اللي عززت هوية وقيمة النادي الأهلي لما تروح مدينة ناصر الناس يقول هو ده الأهلي هو ده الأهلي خلاص عندنا هوية وحدة الحمد لله وبعدين ده كمان هو ليه النادي الأهلي طول عمره الأول لازم سؤال مطروح لأن النادي الأهلي هو أفضل نادي يتفاعل مع المتغيرات بتاع البيئة اللي هو فيها ايوة وبسرعة حركة التطوير اللي احنا قدناها لأنه شايفين حركة التطوير اللي بتحصل في الرياضة لن يمكن السبات والاستقرار وأنك تبقى في المنافسة أنا هقول لحضرتك على حاجة يعني أندية تاريخية احنا كلنا بشكل جيد مع التغيرات اللي بتحصل في المجتمع المصري وفي كل المجتمع الرياضي العالمي على فكرة كلمة دي يمكن كانت وقدة بطولات وطبعا كلمة حتوقف عندها لأن ما كانش ممكن نادي القالي يقف جامدا في مدينة نصر تحديدا ومسألة الجراش والأسوار والبوابة وبتاعه وهو يرى الدولة وحجم اهتمامها بتطوير هذه المنطقة والكباري والأنفاء والسيولة اللي عملتها وهنا وهنا هروح دي هتخليين ألفه انت قلت كلمة مش عايزة نططها هتخليين أنسى لما تقول ان كان قاعد جنبك مسؤول كبير قالك اللي بتعملوه في النادي الأهلي ده يعني عكس على الرياضة إيجابي وأنا مش متخيل حجم الانجازات اللي اتعاملت هنا وأتوقع المرضود بتاعها الرياضة طب ليه الناس مستغربة كمسؤولين حتى أو جزء من المسؤولين النادي يقول لك أقفوا جنبنا عشان أقدر أكمل هذا التطوير يعني طبعا أنا قلت حاجة مهمة ويمكن قلت أرقام الناس ما أخذتش بالها منها الفرع التجمع فرع التجمع وأرجو من السادة المشاهدين وجماهيرنا اللي احنا بنفتخر بيهم وعضاءنا أيضا الميزانية ده جزيرة هنا المشروعات المشروعات اللي مصروفة على التجمع لحد دلوقتي مليار مليار 131 مليون جليل بمتضمنة طبعا قيمة الأرض قيمة الأرض وفي حاجة مهمة جدا نا أنا هو التجمع ده يا دكتور احنا لما بناخد الأرض الأرض بتبقى ملكنا مش بناخد حق انتفاع زي ما عملنا في الشيخ زايد وزي ما عملنا في مدينة نصر ده من نقطة مهمة جدا دي أصل مهمة جدا جدا ولما بنقعد قدام أي حد بيتفاوض معانا على الدخول في شراكات استراتيجية بيتعجب لما قلنا ايه طب والأصول دي بتاعت مين والأصول دي مملوكة للنادي الأهل ده في عيد تمان ومدفوع تمانها بالكامل ومعانا مش تخصيص اه مش تخصيص لنا فده رقم كبير جدا ويمكن احنا يعني حاولنا برضو يمكن الناس بتسألنا ساعات ما قصوا انتوا بتاخدوا جزء من التمويل الجاي لكم من الدولة نقول لهم قسفين احنا ناخدش من الدولة حاج على الرغم ان احنا طلبنا الجهة الإدارية من فترة ان هم يعني المشروعات دي بتعود بالنفع على الرياضة لان 50% من لعيب المنتخبات الوطنية هم من أبناء النادي الأهل ويمكن احنا شايفين منتخب كرة القدم والمشكلة بتاعة كاس العالم للأندية ودي لو سمحتونا برضو ننوه فيها لجماهيرنا ومشاهدنا لا في الحقيقة احنا ما أخذناش من الجهة الإدارية مدينة نصف الجراش ولا التجمع ده حضرتك برضو التجمع هو نفس الأسوار اللي موجودة الهوية واضحة نفس الهوية بتاعتنا نفس الصور ده حضرتك ده التجمع ده المبنى ده المبنى الاجتماعي وده هيبقى أفخم مبنى اجتماعي في جمهورية مصر العربية على 3200 متر وزمانتو شايفين حضرتكو المراحل متقدمة جدا تمام هنبدأ يعني الملاعب زمانتو حضرتكو شايفين برضو موجودة البنية التحتية بالكامل الحمد لله المرحلة دي دي بشرى والمبنى الإداري موجود ده في حاجة تانية كمان بشرى الأول دي المجتمعات العمرانية الجديدة سواء في العاصمة أو في التجمع انه يعرفوا انه بتعامل نادي شكله ايه ويلحقوا بقى ده في حاجة كمان قبل الأسعار في حاجات يمكن ده المبنى الإداري بتاع التجمع وده خلص بالكامل وعلى فكرة احنا احتمال نتراحه في القريب العاجل للبنوك برضو عشان ننمي مواردنا بسرعة عشان ما نخفف على الموازنة بتاعتنا يبقى عندنا إرادات كتير ويبقى كمان في نفس الوقت ما تنلقيش بقى أعباء كبيرة على أعضائنا يمكن المسجد بالكامل المسجد على فكرة في التجمع بنسبة 95 وقف على الموكت بس عشان نفرشه ويمكن احنا كمان عاملين حاجة جميلة قوي لأعضاء النادي الأهلي وده عن تهزي الفرصة ان احنا فتحين المساجد الأربعة في الجزيرة هيتم تطويرها في مدينة نصر هيتم تطويره خدنا الرخصة رسميا لمسجد الشيخ زايد الأسبوع قبل الماضي وفيه مسجد بس هيتعمل حاجة كبيرة حاجة كبيرة ومسجد كامل بالخرصانة كامل وخدنا الترخيص وأسندنا لأحد الشركات الوطنية مسئولية الإنشاء الحمد لله فده برضو خبر يمكن احنا حبينا نقول حضراتك قلت حاجة مهمة الاشتراكات احنا اي نادي و اي نادي رياضي الاشتراكات بتمثل جزء مهم جدا 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 في ميزانيته طبعا لأن النادي مبني على أعضاء احنا الحمد لله في النادي الاهلي عندنا قدر كبير جدا من التمويل من الاشتراكات بيصل الى 112 مليون جنيه بس ده بيمثلي كام من الإرادات بتاعتي من إجمال الإرادات بيمثلي 13% 13.2% وبيمثلي 10.1% من المصروفات يعني بيغطيلي من مصروفاتي 10% من مصروفات يعني أنا بقى بجيب بقية مصروفاتي ده المصروفات اللي هي مليار 88 مليون جنيه بجيبها من التمويل ازاي ودي تعكس في الحقيقة كفاءة إدارة عمليات التمويل لمجلس الإدارة أما لنت خدت جهازة تتبع ليه محفظ حاجة دي برضو حاجة مهمة يعني احنا عندنا موازنات صعبة قوي يعني الناس ساعات يقولوا ما الاهل غني ايوة الاهل غني وبيصرف بس خلي بالك عنده مصاريف ضخمة جدا 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 وبينشي انت النهاردة ما فيش نادي النهاردة الناس بتتعجب يعني احنا كنا ممكن نخش نقدم على جايزة الإبداع الرياضي لأفضل فريق الرياضي أفريقي بس ماينفعش اللايحة بتمنع انك تترشح في فئتين من الجايزة واختبال حضرتك لان انت النهاردة الانجاز اللي انت عملته تسعة عشرة ده في تمن شهور لن يتحقق في تاريخ القرى الافريقية مرة تانية ان يبقى عندك بطولتين في تمن شهور تصرح عليهم تطلع عليهم بطيران خاص بشكل مستمر طب الناس هقول الطيران الخاص ده ترفيه ورفاه خلي بال حضرتك الرحلة بتاعت الطيران الخاص دي بتوفر لي في الاقامة احنا بنحسبها بكل مالين بيتصرف مننا بنقعد نحسبه بشكل كبير جد زي ما قلنا الاسعار غلط في بدل الكراتي انت تعرف ان في عندنا اسعار بتقل ودين ظاهرة او امرها ما بنسمحها لان احنا صدقين لان احنا بنحاول ان احنا كمان نجيب اسعار يعني عندنا التشير كنا بنجيبه بتسعين جنيه بقى سبعة وسبعين جنيه عشان نكون صدقين ليه لان احنا بدأنا نغير في فلسفات عملية الشراء تمام ونشتري رصيد بالنسبة لنا كبير ونشتري لكل الفرق الرياضية وفتح فروع فالناس لا تعتقد ايوه النادي الاهلي كبير النادي الاهلي عنده اكبر ميزانية اما احنا عندنا اكبر عقود رعاية بس خلي بالكم احنا عندنا اكبر فرق رياضية احنا حد يعرف ان احنا عندنا 55000 مشارك في الاكاديميات الرياضية 55000 مشارك في الاكاديميات الرياضية هذا رقم ضخم جدا كلهم من اعضاء النادي ولا معظمهم الغالبية العظمة من اعضاء النادي وفيه في بعض الرياضات بتبقى قصرة على اعضاء النادي يعني فيه اكاديميات كرة القدم احنا كمننا عشان عندنا فروع في المحافظات فبنفتح وده دورنا المجتمع دورنا كمان مسؤوليتنا تجاه المجتمع ببعض برضو عشان تبقى الامور متوازنة ان النادي الاهلي فقط بيتحمل مسؤولية تجاه مجتمع مش بس ان هو وعندنا ان شاء الله المسؤولية المجتمعية مؤسسة الاهلي المجتمعية هيبقى عندها ان شاء الله مشروعات ايضا تخدم المجتمع المصري الاشتراكات نرجع تاني الاشتراكات انا قلت لحضرتك بتمثل عندي 13.2 من 10 في المية من اجمال ارادات لكنها بتغطي لي 10 وشوية من المصروفات بتاعتي فانا بجيب 90% نيجي برضو اقول لك ما انتوصل انتم ممكن تاخدوا الفلوس دي وتحطوها تصرفوا فيها على الفرق الرياضية لابد لا ده الفرق الرياضية احنا عندنا كرة القدم وانا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا انه كرة القدم ما بيعتها السنوية اقرب منافسيني ثلاث اضعاف هي ثلاث اضعاف اقرب منافسين انا الاعلى في السوق وخلي بالح حضرتك الانجاز الرياضي بيزود القيمة طبعا يعني احنا راح نكسر عالم للاندية الحمد لله بيعين الرعاية الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفي الحقيقة قيادة الكابتن محمود وبالتعاون مع امين السندوق ومجلس الادارة في الحقيقة احنا بيعين بيعين الكاس السوبر بضعف المرة اللي فاتت بيعينه بضعف بس مش عايز اقول الارقام لان دي سرية عقود وموقعين اتفاقات سرية عقود النهاردة الشركة اللي خدت رعاية كاس السوبر عندها رغبة حسيسة في ان تخش في شراكة كبيرة مع النادي الاهلي نتيجة لنجاح تجربتها في كاس هي اول مرة تحطعت شيرت واول مرة تخش سول مصر وتعجبت من حجم من حجم غد فعل خدت في اول يوم 7 مليون و3 من 10 بقت بتتعجب انت اخذت عدد وعي بالعلامة التجارية احنا بنقيسه وممكن احنا تفاكر لما كنا بنقيسه زمان ايام ما كنا في الادارة تحط تسويق عاد عاد زي ما اديك حقيقك في الحيطة دي ما عليش الدكتور سعد يا جماعة و3 من 10 مليون في اول فيديو طلع للشركة اللي حقرت الحقيق واخد بالحضرات ان الشغل مش عشوائي ما تشوشارش الدكتور سعد يا جماعة ما كنا في ادارة التسويق كل حركة ليها علاقة بقياس حقيقي للقيمة التسويق للنادي الالي كانت يسبقها دراسة علمية بتوصلنا الى نتائج وبتوصلنا الى مقترحات وسياسات فالعلامة التجارية اما يقول لكم المعيار خدوه بشكل علمي مطلق ولذلك يمكن انا هرجع تاني الحاجة اللي ذكرها كابت العادلي هنا مشكورا هي دي النادي الاهلي الاعضاء هنا في المذكرة اللي هم بعتوهالي قالوا لي احنا عايزين كمان في التطوير بتاعنا عندنا مركز قياسات وعايزين اخصائي تغذية لان المنهج العلمي هو الفيصل في نجاح دي طلبات الاهلي دي احد الطلبات يعني اقول لك برضو مدى التناغم في منظومة النادي الاهلي عشان كده النادي الاهلي هيفضل ما تخافش على الاهلي ما تخافش على الاهلي بجمعية العموية ما تخافش على الاهلي بجماهيره ما تخافش على الاهلي بمجلس ادارته ما تخافش على الاهلي بولاد النادي الاهلي فأنا جيت عادت مع كت الرؤوف النهاردة في الحياة تقولوا إحنا عندنا مجموعة من الطلبات لازم نشوفها إذا كانت عندنا أهلا وسهلا مش عندنا نعمله لأنها طلبات منطقية فقال لي يا دكتور ساعد أنا هبعط لك تقرير على اللي عندي أنا عندي أستاذة أستاذ دكتور أستاذ متخصص في التغذية من جامعة عين شمس ده أحد أعضاء الجهاز بتاع جهاز السباح كويس تبديني الإسم أم عطيني الإسم طلحولك دلوقتي طيب إحنا عندنا كمان محتاجين إن إحنا عندنا أخصائي لياقة بدنية عشان يعمل عمليات الإطالة والإحماء الناس برضو ده فكرة محترمة جدا لازم إحنا نستجيب لها قال إحنا عندنا ستة أخصائي لياقة بدنية في الجهاز السباحة ودولة تواخدينهم وفقا لمعايير وكان الإخترعات خاصة بالسباحة يعني أنا بدي لك بس أنا بدي كده هتلاقي نفس الشيء في البيت الفرق الحاجة اللي قال لي عليها النهاردة قال لي مركز الخياسات إحنا كان عندنا مركز خياسات في مدينة نصر وتم يعني عدم الاستخدام الفترة معينة وإحنا دلوقتي يمكن أول القرارات اللي إحنا أخذناها عادة تطلول وتأهيل ورفع كفاقته عشان نفعل مركز القياسات بتاع مدينة نصر تاني بالنسبة لنا مهم جدا ويمكن برضو الجيم بالمناسبة في زايد إحنا برضو مجلس الإدارة أخذ قرار بالاتنين الجيم اللي موجودين في الشيخ زايد فأنت النهاردة الأهلي ما تخافش عليه ليه لأن كله حريص على حاجة واحدة بس نادي الأهلي لأ وانت قلت جملة تاني إحنا بنستدعي المستقبل ما بنستنهوش لأ ما بنستنهوش لما يجن لأ احنا بنروح له ما شاء الله على الشاشة يمكن شايفين الأربع فروع وحركة العمل فيها في كل حاجة وده خلينا نرجع تاني لفكرة حق العضو يا دكتور في هذه المواقمة إيه درجة الرقابة على أسعار الخدمات حفاظا على حق العضو إحنا عندنا إدارة خدمات وفيها في الحقيقة زمل عفاظ المتمتعين بكفاءة ومش بس إحنا تسكتين أن هم يقوموا بعملية الرقابة ويبلغونا وهم مدربين ومؤهلين لا ده إحنا مستدعين شركتين كبار بيعملوا عملية مراجعة دائمة لمستوى جودة الخدمات المقدمة والالتزام بالاشتراطات الصحية لكل الخدمات التي تقدمها المنافس داخل النادي الأهلي لأعضاءنا داخل النادي الأهلي ده مستوى مهم جدا من الرقاب على فكرة يمكن فيه فترات برضو ده بالنسبة لنا مهم جدا يعني إحنا ساعات نقف المنافس منعه من الدخول غلق خارج بره لأنه خارج بره جالي بس تقريب بيقول لي ما كتبش تاريخ مثلا كذا 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 أو استخدم بعض المنتجات اللي مش موجودة المصدر الرسمي بتاعها لا 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 عندنا العملية دي صارمة وحاسمة وحازمة كويس لكن بيقابلنا بعض التحديات مشكلتك في بعض الأحيان إنك حريص على الالتزام بحاجة واحدة بالقانون طبعا حريص على الالتزام بإيه بالقانون وده أحد نقاط قوة النادي الأهلي أن الأهلي يحترم القانون ولا يحترم مجهة النظر الشخصية اللايحة بتقول إيه تمشي عليه القانون بيقول إيه تمشي عليه يعني قانون المنازدات والمناصات ده أحد الأشياء الرئيسية اللي احنا بنلتزم بها عند طرحة أي منفذ القانون يقولك إنك لازم لما تيجي تطرح طرح جديد وجدد التعاقد لابد من زيادة عشرة في المئة على الأقل عن العقد السابق يمكن أنت تفتكر مع شركة الملابس زمان أيام ما كنا بنجدد وحصلت الحاجات دي فأنت بتضطر إيه تلتزم بالزيادة بس أنت بتحاول تعالج الزيادة دي مش تبقاش على حساب مين العضو زم أنا قلت كده يعني مثلا منفذ من المنافذ بقاله أربع سنين ما زودشي الأسعار بتاع الخدمات فبيتجيب لي وأنا حتطلو شرط إن الزيادة بعد أربع سنين ما تتجاوزي ما تتروحشي يعني تبقى في عشر إلى خمستاشر في المئة ولذلك إحنا لما جينا نزود أسعار الاشتراكات بتاعت الأكاديميات الرياضية للأنشطة الرياضية برضو كان عندنا دراسة مش مزودين عشوائي يعني أقل الزيادة عندنا كانت 18% وأعلى الزيادة كانت تقريبا 36% حسب طبيعة النشاط وطبيعة الرياضة يعني فيه رياضات ممكن تلاقي ناس من الاشتراك في الأكاديمية ألف جنيه وشوي ماشي لأن طبيعة الرياضة هي طبيعة عالية مش مانطر حمامات السباحة الجديدة ما شاء الله بقول لك إيدا فده طبعا إحنا لا بس خلي بالك هل ده ولذلك الكابتن محمود دايما نقول لنا إيه إحنا عايزين نشتغل أكتر يعني لما نخرج حتى وانا يعني أنا خلصت الجايزة قال لي أنت هتسافر إمت يعني إحنا مخلصين الساعة 12 ونص كده وروحنا للجناح المصري في إكسبو في الحقيقة وده كان حاجة جميلة جدا بالمناسبة وكان حريص عليها الكابتن محمود لأنه قام من البدري عشان يريد الكلمة اللي ألقاها نيابة عن الفائزين في الحقيقة في أثار أنه يروح للجناح المصري في الحقيقة رحنا برضو الجناح المصري وخلصنا قال لي بقى عزين نرجع عشان عندنا شغل كتير وهو على فكرة هيرجع بكرة هو في سلسلة اجتماعات ويمكن الصور النهاردة طلع هو كان مع رئيس هيئة الهجرة وخدمات الأجانب النهاردة عشان عايز دايما الكابتن محمود يبص للمستقبل ما بيستنهوش عشان لما نروح كاس العالم والظروف تسمح أن يبقى فيه حضور جماهيري الترتبات تكون إزاي الولاد بتوعنا لما يروحوا ويسافروا شركة الأهل الخدمات قد تقدم خدمة في الظروف اللي تسمح بيها الدولة المضيفة لهذه البطولة فكان بيتقابل مع كل القيادات وكان مرتب جدول مواعيده كان كمان بالمناسبة راح تابع الملعب اللي هيبقى عليه تدريبات الفريق وبيتابع مع كابتن سيد عبد الحفيز وجهاز الكورة بيتابع أيضا الفنادق فإحنا في عمل مستمر لأن إحنا ما عندناش وقت حركة التطوير أيضا وهي الكلمة الثالثة تاريخ مبادئ تطوير إحنا يدوبك أول جلسة أول جلسة كان صادر فيها ست قرارات ملعب السكواش في مدينة نصر الجيم فيه الملعب البدل في مدينة نصر تمام ده برضو في مدينة نصر السلم الكهربائي في مدينة نصر في جراش مدينة نصر رحنا بقى على زايد المسجد في زايد حمام السباحة في زايد الاثنين جيم في زايد منطقة أماكن انتظار السيارات الجديدة في زايد رحنا على التجمع والانتهاء من المرحلة ووقعنا البروتوكول رقم 3 أقول لحضرتك رقم وقعنا البروتوكول رقم 3 مع الهيئة الهندسية المصرية التي تتبع قواتنا المسلحة المصرية والتي نفتخر بيها بقيمة البروتوكول رقم 3 يعني عملنا ببروتوكول واحد وبروتوكول اثنين وبروتوكول ثلاثة رقم 370 مليون جنيه كلمني يعني ببروتوكول البروتوكول اللي هو بيمثل العقد التعاقد على كل مرحلة من المراحل اللي بيتم تنفيذها في مشروع التجمع تلت مرحلة يعني تلت مرحلة المرحلة رقم تلتة اللي بتجتمل الملاعب الرياضية والتجهيزات المقر اللي احنا عرضنا دلوقتي اللي هو المبنى الاجتماعي ب370 مليون جنيه وبتكلم مع مين؟ مع الهيئة الاندسية حاجة كلمة فيها سيف والتزام وعمل منضبط التلاتة بروتوكول دول بقى قيمتهم ايه؟ التلاتة بروتوكول دول يعني قيمتهم اعتقد انا عشان بس الزاكرة ما تخنيش يعني تمنويد لا احنا عندنا المرحلة الاولية 96 المرحلة الاولى المرحلة التانية 200 وشوية وعندك 370 ولذلك انا قلتلك ده كان شامل مليار 101 مليون جنيه شامل قيمة الارض بتاعت المشروع فده حاجة متمل فده يعني ايه واحنا ماشيين كده بنسرد الطريق بيتفتح قدام مننا لاننادي الاهلي كبير ايوة عنده موارد مليئ هي الاطخم نعم عنده مصروفات هي الاعلى نعم وعنده اكبر حركة انشائية مشرق نعم هو بيقود حركة تطوير حقيقية تغدم ابناء النادي الاهلي ولكنها في نفس الوقت تغدم الرياضة الوطنية المصرية عبر المنتخبات الحمد لله عندك النهاردة 19 لعبة بتمارس في النادي الاهلي الحمد لله بفضل ربنا ولذلك احنا دلوقتي بنعمل عملية تطوير للمستقبل لما بنبص كده الناس برضو بتقول انت هتب انتوا بتعملوا شركات لي لما تمانتوا نكحين في اقدارة مالية اه صحيح عليكم التزامات كبيرة ومحتاجين ان انتوا كل شوية تعيدوا النظر في استراتيجياتك بتاعت التمويل واستراتيجيات التسعير في النادي تعيدوا كل شوية تبصوا عليها عشان انت ما بتقفش ايوة احنا عندنا شركات النهاردة عشان قطاع كرة القدم بقت صناعة واعدة احنا مش عايزين نقف عند فلسفة ان الاهلي مؤسسة اهلية ذات نفع عام لا عايزين نعمل شركة تبقى شركة بتستهدف الربح بتعظم ارباح وقيمة العلامة التجارية لكرة القدم بتستخدم القرس بتاع كرة القدم الكبير المفهوم العلامي لإدارة كرة القدم الاستراتيجيات اللي ماشية في العالم في إدارة هذه الصناعة الضخمة الكبيرة عشان برضو ايه يبقى عندنا فصل يبقى عندنا امور اكثر شفافية واكثر نزاهة واكثر عدالة فيما يتعلق بعمليات الادارة المالية الكبيرة لان احنا شايف زي ما احنا نعملين نقول ارقام يمكن الناس لما بتعود معنا وتسمع الارقام دي بتقول لا 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 ده فعلا مؤسسة عملاقة انا كان عندي مدخلة مع احد القنوات العربية مبارح عشان الكاس العالم للاندية لما الناس بتسمع الناس مش واخدة بالها فهمة اه شايفة الاهل كبير بجماهيره لكن مش شايفة كمان المنظومة المالية والجهد الكبير لمجلس الادارة اللي قدر يحقق التفرة دي بقول لحضرتك لما تعدي على الاسوار النهاردة قناة النادي الاهلي احد الاصول التاريخية الكبيرة اللي نجح مجلس ادارة النادي الاهلي منذ ايام الكابتن حسن حمدي وانحمد لله مستمر التطوير في قناة النادي الاهلي احنا كنا عندنا فترة عندنا تعصر فيها ثم القناة النهاردة بتمر نهاردة تخطيطها الحفل جائزة محمد بن راشد انا بالمناسبة على الهواء بقول لأنا جاي لي ايميل من الجائزة النهاردة بيقول لو سمحتوا احنا يعني كنا فخورين بتخطيط قناة النادي الاهلي والمركز الاعلامي للنادي الاهلي وعايزين المحتوى لو سمحتوا لانه احنا تابعنا في الحقيقة وفيه ترافك عالي على القناة وعلى المركز الاعلامي عندك فمحتاجين المحتوى ده يبقى واحد من اصول الجائزة بسم الله ما شاء الله هو ده النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي هو ده الكابتن محمود لما يطلع ويتم وده بس بيعكس تكاتف كل حاجة في النادي الاهلي مع بعضها يعني القناة وادارة القناة مع النادي خرجوا بهذا النجاح اللي ساب هذا الانطباع ما لما احنا قلنا هناخد هنقدم ملف اسمه المجموعة الاقتصادية للنادي الاهلي الازرع الاربعة لهذه المجموعة الناس الناس بتفكر ازاي وبالمناسبة تم اقرار ان تجربة النادي الاهلي سوف يكون لها ندوة في جائزة محمد بن راشد لتستفيد منها الاندية العربية لازم هيتعمل ندوة تعرض الاهلي يعرض تجربته بقى عشان تتنقل ازاي لان من ضمن اهداف الجائزة يعني صاحب السمو الشيخ محمد واحنا حطين في اللواح بتاع النادي الاهلي لابد ان يتم استثمار التجارب النجاحة والمبدعة في خدمة المنطقة العربية عشان الكل ينهض ففي الحقيقة ده كان حوار ما بين كابتن محمود ورئيس مجلس الامر قال له احنا فعلا عايزين يبقى فيه بريزنتيشن للتجربة بتاعة النادي الاهلي عشان اكبر عدد من الاندية الرياضية احنا كنا محافظين على سرية الملف ما كناش لان ده ملكية فكرية كان مفاجأة اختيار الكابتن الخطيب او النادي الاهلي لانه يلقي كلمة المكرمين يعني كنتوا عارفين وانتوا رايحين ان ده حيحصل كانت مفاجأة وهم يعني في الحقيقة خلينا نقول ان دبي هي يعني مدينة مبدعة وتستسمر وتستسمر كل الرموز العالمية يمكن ده كانت ايما جابوا ديوجو ارماندو مارادونا عشان اننا شايفين احنا كأس اسمها جائز جلوبر سكر الاسبوع من اسبوعين مؤتمر الاحتراف الرياضي فبيختاروا الرموز التي تضيف الى دبي قيمة فكان هو لا يمكن ان يضيف الى دبي قيمة غير الكابتن محمود مع احترامنا وتقديرنا فيه وده كان واضح اوي اوي في الحفل في الحقيقة وفي التغطية وفي النهاردة او يمكن انا بهرج معهم بقولهم على فكرة احنا واخدين جائزة مالية بس احنا كنا مفروض العشرة مليون درهم كلهم ناخدهم احنا كنادي اهلي لان احنا عملنا لكم ترافيك لحد دلوقتي معدل 34 مليون فنحسبها كل مليون ب45 دولار فنحسب كل الف ب45 دولار فنحسبها فدحكوا قالوا يا دكتور سعد انت مش تسيبنا لما تاخد كل حاجة وتمشي فاحنا في الحقيقة ونحن ممكن نقول قيمة الجازة ولا مش يعني لا قيمة الجازة القيمة القيمة برضو قيمة نحن واضحين قيمة مالية الحمد لله تم تحولها لمزانية النادي الاهلي في الحقيقة وايضا انت خلي بالك مين اللي كان معاك تاني اكبر اتحاد في العالم وانت حضرتك بتسألني سؤال مهم جدا ومين كان الحضور يمكن ان بعض الناس مش عارفة مين اللي كان الحضور حاضر رئيس الاتحادات الدولية لأسواف رئيس الاتحادات الأولمبية الصيفية كل الكرة القدم واليد والسلة والطائرة وكل ما هو اتحادات تحت اللجنة الأولمبية كان رئيس اللجنة قاعد كان ممكن يتم اختياره في الحقيقة كان معانا نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد كان موجود طبعا رمزنا الكبير استاذ الدكتور حاسم مصطفى وبالمناسبة عضو مجلس أمنة موجود في الجايزة منذ أن تم بدء الدورة الأولى بتتكلم حضرتك عن رئيس وزراء باكستان وهو واحد من الرياضيين ويمكن كان يعني كان حتى قالوا إحنا ياريتنا كنا عملنا فيلم بس الوقت ما سعفناش كنا عملنا فيلم تسجيلي عن النادي الأهلي كان يجب أن يزعف حفل اللي في التحام أنا بقول أسرار لأول مرة يعني ما عرفش حتى يعني ده كان مدى يعني إنه ما يتقالش لكن في الحقيقة الكلمة اللي قالها للكابتل خطيب يعني كانت موجزة وموحية ومعبرة عن الموقف وبدون إطالة هو قعد ما نامش طول الليل من ساعة معرفة على فكرة كابتل محمود ما نامش اليوم ده ده تكريم في حد ذاته آه لأنه قعد أخذ الورق وقعد يكتب وقعد يراجع ويشتغل ويمكن فيه صورة احنا بنرجحها تاني الصبح ورجعنا عدين قال بس أنا عايز لما جاء عند كلمة يعني صاحب السمو محمد بن راشد وأن قيمة الجائزة بعد ما كتب وخلصنا واشتغلنا من قيمة صاحبها ومن قيمة صاحبها رجع تاني قال لا أنا عايز أقدم حاجة على حاجة ورجعنا برضو عدلنا وطبعا كان مجهد جدا 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 لأن طبعا ده أعتقد تقدير يضاف إلى التقدير اللي احنا أخذناه إن كابتن محمود يلقي كلمة المقرمين في الحقيقة قم بيعدين كان فيه أربع مكرمين كان لهم تخصيص لو أنتو حضرتكو أخو صاحب أخو الأمير أمير دولة قطر كان موجود أيضا من المكرمين اللجنة الأولمبية القطرية لأنها في الحقيقة عاملة إنجاز كبير وكان أحد الملفات بتاعتها كاسر على 22-22 وده واحد من الإنجازات الضخمة في الحقيقة لما تيجي بقى تبص هنا وتقارن بقى الدولة بينين 12 استاد وتبص تحط النادي الأهلي لقى تلاقي النادي الأهلي وقف على رجليه كويس قوي وكان مشرف لي مش نش بس الدولة المصرية ولكل العالم العربي والجائزة اسمها أفضل مؤسسة الرياضية عربية تمام كان معنا مين صاحب أيضا معالي رئيس وزراء باكستان لكن هو أجل عشان زيارة كانت رسمية ده كان لهم الأربع اللي سلمهم جائزة يعني شرفوا بتسليم الجائزة من ولي العهد نسموه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد هو اللي سلم في الحقيقة كابتن محمود الجائزة جائزة رائعة يعني الحاجة التانية كان معنا أيضا الاتحاد الدولي لكرة اليد في الحقيقة وده تاني أكبر اتحاد دولي أنت عندك النهاردة ألمانيا الوحيدة النهاردة معدية مليون وستين لا ألف لاعب في مسجلين في الاتحاد في كرة اليد يعني اتحاد ضخم جدا في الحقيقة الدكتور حسن مصطفى عمل فيه تطوير كبير لا ده حاجة احنا كنا فخرين بيها جدا لو الحادث اللي نظمه ده نقلة طبعا بالنسبة لنا كمان مصر في الحقيقة كانت الحمد لله أن الجائزة كانت تحت عنوان جائزة الاتحاد الدولي لكرة اليد نتيجة عن تنظيمه لبطولة كأس العالم في جمهورية مصر العربية في الحقيقة احنا كانت مصر نصيب الأسد وده كان يمكن حوار ما بين صاحب السمو والشيخ حمدان والكابتب محمود قال له مصر عزيزة على كل إماراتي وستظل عزيزة وغالية على كل إماراتي فمصر كبيرة كبيرة برموزها كبيرة بأنديتها في مقدمتها النادي الأهلي في الحقيقة بمناسبة الجائزة والفايزين بيها الحقيقة خلينا نقول البطلة المصرية في ريال أشرف ألف ألف سلام عليها هي كانت مسافرة عشان تكرم ولكن دهمتها الفيروس كورونا غابت عن حفل الافتتاح عن حفل التكريم كمان غابت أعتقد كان المفروض يكون فرحة النهاردة 13 أه أعجل فرحة ولازالت في العزل هناك في العزل في الحقيقة فعلا كانت معنا البطلة المصرية حزا تكريمها كان برضو عشان المشاهدين الكرام أنا بحي أستاذ برامع عن اللفتة الجميلة الإنسانية دي ولفتة وطنية أيضا وده دورنا كنادي أهلي في الحقيقة أن النفريال كانت مقرمة عن فوزها بالمديلية الزهبية الأولمبية يعني حاجة تكريم 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 مديلية أولمبية تستحقه وفي الحقيقة احنا كنا بنعمل مسحة كل يوم في القتيل يعني عشان الحفل والتصادف النفريال يا ربنا يقومها بالسلامة وترجع وكان فعلا فرح النهاردة وتم تأجيله غابت عن الحفل وغابت عن الفرح وكان فيه عملة أنا بقى يعني هعكس الكابتن عدلي عشان نعرف أن الأهلي دايما سابق هو أخذ مني عملة تاريخية بتاعتنادي الأهلي في تكريم وهو الكابتن محار صح؟ هناك في دبي عملوا عملة تاريخية في الجايزة وقدموها خمسين درهم من الفضة فعملوها وكانت حاجة جميلة برضو فإحنا يعني برضو دحكنا مع بعض كده هناك وقلنا إحنا سابقين برضو في فكرة العملة في فكرة العملة إحنا برضو عاملين حاجة كويسة وكنا سابقين وعملين مش فضة عاملين فيه دهب وفيه فضة فبرضو دايما الأهلي أفكاره مبدعة دائما يصبق بأفكاره ويجري إلى المستقبل ولا ينتظره ده مهم جدا جدا وأعضاءنا لازم يكونوا حارسين إحنا مش هنستنى إن إحنا المستقبل يجي علينا ونشوف هنعمل معاه إيه إحنا اللي بنروح له وإحنا اللي بنصنع مستقبلنا ففي الحقيقة عايزين نستمر بقوة في صناعة مستقبل يليغ بقيمة ومكانة النادي الأهلي وتاريخه العظيم اللي صنعه برضو جمعية العمومية واللي صنعه جماهيره واللي صنعه لعبته واللي صنعه إقدارته وأيضا إنه هو في دولة عملاقة أيضا هي جمهورية مصر العربية بتشهد عملية تطوير يشهد بيها كل العالم نهاردة ملتقى شباب العالم النهاردة أعتقد إن إحنا فخورين بكل الناس اللي بتتكلم عن التطور اللي بيحصل في جمهورية مصر العربية والنادي الأهلي هو جزء رئيسي في هذا التطور إحنا فخورين به وإحنا كمان سعداء جدا بكل هذه التفاصيل المهمة اللي بتطمن جماهير وأعضاء النادي الأهلي على مستقبل النادي الأهلي دايق من وأبدا يسافر إلى المستقبل وبأسرع مما يتصور البعض هنطلع لفاصل وبعض الفاصل هنسافر كمان مع الدكتور سعد شلبي إلى أفاق جديدة في المستقبل أهلا بحضراتكم من جديد ومتواصلين ومعنا الدكتور سعد شلبي في هذا العرض الرائع عن الكثير مما يخص النادي الأهلي سواء أعضائه أو جماهيره دكتور سعد ملف ضخم بهذه القيمة وبهذا الانضباطية في العمل المؤسسي في أربع فروح كبيرة حجم العضوية إيه؟ وقليات قبول العضويات الجديدة والأسعار الجديدة تحب نقول إيه لكل واحد عايز ينضم لعائلة الأهلي يعني في الحقيقة إحنا عندنا طبعا موضوع العضوية موضوع فغاية الأهمية إحنا في الحقيقة كمان نتيجة للتطوير البنية التحتية اللي حصل عندنا إحنا تحاولنا يمكن إحنا كنا دايما الأهلي معروف على مدار تاريخه بأنه نادي رياضي من الطراز الأول في بعض الأندية المنافسة لنا كانت وغدى الشكل الاجتماعي أكتر منها الشكل الرياضي ولها سمعة كبيرة النهاردة النادي الأهلي في الحقيقة كمان مش بس بأطراز فريد في الجانب الرياضي وإنجازاته الرياضية الكبيرة في كل في طائرة في سلة في يد في سباحة كل ده موجود وسكواش في تنس الطاولة ولا آخره لا ده كمان النهاردة النادي الأهلي بالإضافة طبعا لكرة القدم اللي صنعت جزء كبير من تاريخ النادي الأهلي لأن النهاردة النادي الأهلي بينظر لقتي معي بمنظور مختلف تماما وفي الحقيقة ده نعكس الناس برضو بتقول للأهلي بيشتغل إزاي وبينجح إزاي يمكن أنا في الحقيقة اسمحولي برضو إن احنا دايما قيم النادي الأهلي كده ندي لكل واحد حقه كان أول ما رجعت هناك بعد الجايزة بالليل كلمني كابتن أحمد حسان ميتو وقال حاجة مهمة قوي في الحقيقة قال النادي الأهلي هو نادي أوروبي بصراحة موجود في مصر وفي الحقيقة الكابتن محمود الخطيب بيقدم نموذج فريد في الإدارة وأنا فخور به كلعب كور ده كان معي في المداخلة وأنا شكرته في الحقيقة على الهوى النادي الأهلي عشان بيدرس أموره بشكل راسين جدا يعني احنا مثلا على سبيل المثال لما فتحنا فرع زايد حصل حراك ديموجرافي سكاني نتيجة الفرع زايد ومن عندنا احنا كمان في الجزيرة احنا رصدينه كويس يعني الناس برضو تقول الأهلي لما جينا بصينا في الانتخابات الأخيرة دي اتلقلنا أن أعضاء النادي الأهلي بتوع الجزيرة نتيجة لأنهم راحوا يسكنوا في زايد ومنهم الكابتن عاد لي طبعا فحصل هنا تغير ديموجرافي في حركة السكان يعني خلي بالك شوف ده تأثيراته ازاي على تحقيق الأهداف بتاعت الدولة المصرية في عملية التنمية المجتمعية يعني احنا جلنا تقريبا 3000 وشوية من أعضاء الجزيرة كانوا موجودين في الجزيرة وفي النطاق الجغرافي بتاع منطقة الجزيرة واتنقلوا زايد فهنا ده بيدينا كمان حركة مهمة خلي بالحضرتك قلت حاجة مهمة أن عضو النادي الأهلي بقى له نادي في كل مكان في القاهرة يعني حضرتك تقدر تروح لو في مدينة نص تقدر تروح لو في زايد تقدر تروح زايد لو غيرت فكرتك لاني خلي بالك الأسرة نتيجة الحركة الولد عاش في حتة والبنت عاش في حتة مؤممين ابنك بقى في التجمع عشان فرص العمل بداخلوا في التجمع فهيبقى صعب عليهم وينزل الجزيرة بقى النادي بتاعه في التجمع ودي في الحقيقة لا يمتلك حد الآن داخل السوق المصري أو من الانديال مصرية الموقرة غير النادي الأهل لو قسمنا القاهرة شمال جنوب شرق غرب انت ليك في الأربع مواقع مقر أهل التجمع يخدم العاصمة الإدارية لأنه بينه بينه ثلاث دقائق يعني ده على طول وخلاص يعني اعتبر في امتداد النطاق الجغرافية على العاصمة الإدارية تمام ده بقى بالنسبة طب احنا في الحقيقة عملنا مجموعة من التسهيلات في الحقيقة في الفترة الأخيرة للنتيجة الحجم الإقبالي الكبير لأن ده برضو مسؤوليتنا لأن فيه مشكلة في العضوية في جمهورية مصر العربية تراجع نصيب الفرد من العضوية في الأندية احنا دارسينه شوية وشايفينه يعني كل كل العضوية اللي في الأندية في مصر التخيل كان خمسة وثلاثة من عشرة مليون بما فيهم مراكز الشباب يعني خمسة وثلاثة من عشرة مليون هم اللي لهم شايفين العضوية اللي موجودة فانت بالتالي انت كنادي أهلي وعشان كده احنا بنفتح فروع جديدة عشان ندي فرص للناس ان هي تتمتع بالخدمات بتاعت العضوية داخل الأندية الرضية دي ما الناس بتقول للأهلي تما كان مقر الجزيرة وكفاية ما بيقول لك أنا عندي زيادة في الانفاق وعندي زيادة في الميزانية بتاعتك كبيرة عندي مصروفات كبيرة قوي ما تخليك كنت على فرق لا احنا لدينا دور مجتمعي كبير جدا فمنوفر الخدمات دي لان النهاردة معناها ان لما تقسم الخمسة على المية واربعة مليون نسمة النهاردة تقريبا بنتكلم ان يعني نسبة وحجم طلب كبير بيحصل على العضوية عشان كده في ارتفاع في أسعار العضوية على الرغم وده اللي عامل الارتفاع في أسعار العضوية احنا برضو لما بنيجي حتى ندرس الأسعار بتاعتنا مقارنة بالآخرين ومقارنة بقى بعدد الخدمات اللي انت بتاخدها ده ده خلي بالك فيها انت النهاردة مثلا يعني عضو الجزيرة النهاردة اصبح متمتع بايه بخدمات الشيخ زايد واصبح متمتع بخدمات مدينة نصر واصبح ان شاء الله في القريب العاجل اهل الجزيرة عشان ناسم نحن هذه جزيرة اهل الجزيرة الفرق مقارنة بتاعنا في الجزيرة مواصل اهلي يعني اسمه دي عافظ فإحنا كمان ان شاء الله نفتح في القريب العاجل التجمع فإحنا كان في المجلس الماضي إحنا أخذنا قرار بزيادة رسوم العضوية 250 ألف جنيه في الحقيقة إحنا كنا حارسين أن نعملها من واحد واحد لكن الجامعية العمومية لما أخذنا القرار من خلال الجامعية العمومية تم تأجيله الواحد أربعة عشان برضو نسمح لأكبر عدد بالاستفادة من الأوضاع الحالية. إحنا كمان بنعمل حاجات في الفترة الأخيرة دي يمكن كابتن محمود والمجلس الموقع أول جلسة عملنا عدنا تشكيل لجنة تنمية الموارد عشان تعمل أيضا بعض العروض الجيدة لخدمات العضوية في الناد الأهلي بالتعاون مع البنوك الوطنية ده برضو إحنا يمكن نعلن عنه في الفترة اللي جاي عشان نزود فترة السداد لكن عندنا في الوقت الحالي بالنسبة للمجموعات الكبيرة والمؤسسات الكبيرة عندنا خمس سنوات ممكن تخش وتشترك على تقصة العضوية على خمس سنوات برسوم إدارية رسم إداري إحنا عاملينه للمجموعات ولو إنت فرض مش موجود تبع مثلا النقابات المهنية أو لآخره بتتبقى أربع سنوات إحنا كمان عملنا حاجة وإن أقول لحضرتك كابتن محمود كان من خلال تواجده في الجايزة بيستثمر كل دقيقة وكل لحظة في الحقيقة أن إحنا نعمل حاجة جديدة إحنا إن شاء الله بنفكر أن يبقى مع البعث إن شاء الله وابد من النادي الأهلي بالتنصيق مع الجالية المصرية والنادي المصري هناك إن إحنا هنطلع ناس من هنا تعمل اشتراكات العضوية هناك في دبي للدالية المصرية وعد من أخذ الورق معنا هو ده الفكر المهم جدا الانتقال إلى الناس في أماكنها وإحنا بنجهز مكتبين دلوقتي مع المهندس سامح كامل المستشار الهندسي في الحقيقة اللي بيبزل مجود في الحقيقة كبير واسمحوا لي هنا كمان إن أنا في الحقيقة عايز أشكر كل زميل في الجهاز التنفيذي في النادي الأهلي حقيقة حاجة إرث جميل جدا إرث عظيم جدا يعني وده اللي بيصنع جزء من الميزة التنفسية للنادي الأهلي حجم الخبرات اللي موجودة في النادي الأهلي دي يعني في الحقيقة أنا يعني الواحد لما بيشتغل معهم بيشعر بقد إيه في مهمية وفي اقترافية في أمانة على النادي الأهلي في حب للنادي الأهلي وده في الحقيقة كمان بيخلينا يبقى عندنا الدفع أكبر للعمل يمكن إحنا شوفنا في المؤتمر الأخير في الحقيقة بتاع كابتن محمود قد إيه تقديره للجهاز التنفيذي للنادي الأهلي قد إيه تقديره للزملاء اللي موجودين في النادي الأهلي وجيل بيسلم جيل ويمكن حتى الأغنية بتقول سلمة ووراها سلمة اللي إحنا الفنان المبدع عشام جمالي اللي انتوا استضفتوه كلنا بنكمل بعض وكلنا ماشيين وورا بعض ودي الناس بتتعجب منه إيه السلالة دي إيه السلالة دي السلالة دي ماشية كده بقيم سابتة قيم سابتة ما بتتغيرش أبدا وهذه القيم تتمتع بقدر من المرونة النقية اللي تقدر تستوعب المستقبل برضو ما هي القيم إذا لم تكن قادرة زي اللغة اللغة لا ما قدرش بتختفي عشان كده تيجي أصالة الرغة العربية هي قادرة تستوعب وعاق يقدر فهو ده نادي الأهلي قيم وتقدر تستوعب ولكن برسوخ في قيم ومبادئه في الحقيقة عشان كده نيجي بقى القيم دي مرتبطة بالعضوية العضو طبعا بيجي عندنا احنا برضو موضوع المقابلة ده عشان نضمن تجانس عضاء النادي الأهلي التجانس ده مهم بالنسبة لنا جدا جدا ده بيسهلنا ان احنا نقدم خدمات بجودة عالية بيقلنا الاتحاديات اللي بتقابلنا أثناء العضوية فاحنا الحمد لله القرار كان برضو احنا أجلنا في واحد اربعة ان شاء الله هتبقى العضوية ترتفع ل350 ألف جنيه بس خلي بالحضراتكو احنا عندنا دلوقتي اكتر من 2600 عضوية في التجمع دولة دفعوا رسومهم واخبار حضرتك فاحنا بندعو الزملاء ان احنا يعني ايه الحق عشان يعني من هنا رسالة على لسانك قدامك ثلاث شهور عشان تستمتع بالسعر القديم قبل ما يرتفع تستمتع بالسعر القديم قبل ما يرتفع ويتم تنفيذ وتفعيل قرار الجمعية العمومية وايضا قبل ان يتم افتتاح افخم فرع في جمهورية مصر العربية كلام انا بقوله وانا مسؤول عنه هتشوف حضرتك فرع في الحقيقة تقول ده حاجة مفخرة لكل الرياضة المصرية فرع التجمع اكتر من اللي ما شفناه ده اكتر من اللي احنا شفناه لان احنا شفنا حركة تطوير كبيرة في مدينة ناصر نالت اعجاب كل الناس اللي بتشوفه شفنا حركة تطوير في زايد ايضا يعني في الحقيقة يعني على الرغم ان الناس يعني الاعضاء شوية اصقلنا عليهم الفترة السابقة لكن هم فعلا لما شافوا الصلاة وشافوا المنافذ الجديدة وان شاء الله المبنى الاجتماعي اللي في زايد ان شاء الله يتقل على 1200 متر وبدأ يوصل لمراحل متقدمة وملعبين الكرة كرة القدم بالمناسبة احنا عملنا كمان خدنا قرار بالاسناد لثلاث ملاعب كرة قدم خماسي في مدينة ناصر انا نسيت واخد بال حضرتك وملعبين بدل في زايد وملعبين بدل في الجزيرة في الحقيقة البدل دي زي الراكد التنس بس بمضرب أصغر يعني وملاعب أصغر في القريب العاجل بتوع مدينة ناصر خلاص ان شاء الله في خلال أسابيع معدودة هيفتتحوا وجنبهم منطقة جلوس أعضاء واخدنا كمان المجلس الماضي ايضا ايضا منطقة ملاعب الأطفال الجديدة اللي في مدينة ناصر عشان ده كان طلب مهم للأعضاء برضو اخدنا قرار به عشان كان فيه وعلى فكرة يعني الناس بتقول طب عايزين تسألون انا على فكرة بنزل مثلا محدش ممكن شوية انا ببقى قليل في الزهور الإعلامي شوية فممكن الوش مش يعني بقى لي عشين سنة في النادي بس حد يقول لي انت اول مرة اشوفك يعني فاقولهم لا انا كنت مع المؤنس عاد بس كان مخبيني جوه كان خايف من الصحة يعني محي صفقة وبتاع فاروح مدينة ناصر اسأل الصبح بدري كده اخبار النادي ايه واخبار الخدمات ايه وموقف ظريف جدا الاسبوع الماضي روحت مدينة ناصر فواحد شافني يعني عضو كده وقور جميل قاعد ولبس النظارة الشمسية وقاعد بيستمتع فتلاقاني نازل منطقة الكتريا كده بلفه وبسأل الامهات ايه و ايه فهو لما روحت عليه كان واجم يعني مين اللي بيسأل ده وبتاع فقلت له صباح الخير قال لأنا زمال كاوي قلت له انت زمال كاوي بس انت عوضوا في النادي الاهلي ليك خدمات من حقك ان انا اشوف انت حضرتك بتاخدها بصورة جيدة ولا انا انا عايز اقول لك على حاجة انا طلعت معاش بقليه تلات سنين وما شاهدته في مدينة نصر في الحقيقة يجعلني اغجل من اقول ان اي فيه اي نصر والله زم بقول لحضرتك كده فقلت له لا انا متشكل لو فيه اي حاجة انت حضرتك قال لي انا في الحقيقة اللي حصل في الفترة اللي فاتت طفرة لا يمكن الحديث عنه فقلت له لا احنا عايزين نكمل التطوير بتاعنا ففي الحقيقة انا ممكن ان بلف على الاعضاء كده يعني بس تأذنهم اذا كان يسمحونا بان انا اسألهم عن بعض الحاجات وكده يعني فقال لي لا احنا انا مش ناقصني بالنسبة لي حاجة بالعكس انا بجيب احفادي ومبسطين جدا وقلت له طيب احنا ايه رأيك لو فيه منطقة اضافية للكتس ايريا دي فقال لي انا يعني ابقى امرحب جدا عشان قل لي وجهات نظرك وقلت له والله وجهة نظرنا ان فيه تباين كبير جدا في المراحل السنية الطفل من سنة مع سنتين مع ثلاث سنين وارضع جنب الاكبر منه ست سنين دي بتبقى شوية فبنفكر نعمل منطقة تدرق اه دي خاصة مثلا من سن اتنين لخمسة ومن خمسة وطبيعة الالعاب تنزل ومطقي جدا فالحمد لله مجلس الادارة المؤقر لما في الحقيقة عرضنا عليهم كابتن محمود اخد قرار مع المجلس ان ان شاء الله يتم عمل منطقة كترية جديدة لمدينة نصفة تطوير عندنا عملية مستمرة فالعضو اللي هيجي يشترك في النادي الاهلي في الحقيقة هياخد خدمة زي ما قلت خدمة كمان فيها استدامة وستاذ ابراهيم قال حاجة جميلة جدا قال ده احنا مش بنشتغل للجيل الاول احنا بنشتغل جيل اول وثاني وثالث لان انت النهاردة ابنك لما ربنا يكرمه وتخرج من اي جامعة من الجامعات الجديدة دي وعايز يشتغل في المنطقة بتاعته هيروح ينقل عضويته على الفكرة النادي لما يبقى على هذا المستوى من الخدمة والقيمة والمستوى دي بلو علاقة بالسلامة الصحة النفسية لولادنا يطلعوا بشكل يعني اسوياء ويطلعوا يعني يعارفين قيمة الاشياء وعارفين ازاي حافظوا على مكانهم دكتور سعدة بس انا فيه حتة كده لازم ألعبك فيها دلوقتي مدينة مصر التجمع الشيخ زايد ولكن الجزيرة انا عارف السبب انه ربما الحديث عن التطوير مش بنفس القدر نتيجة المساحة المحدودة المحصورة في منطقة لكن ايه ايه اللي عملناه سنة اللي فاتت واللي عايزين نعمله لا اخلي بالحضرتك الجزيرة ده مقر التاريخي احنا عملنا مش ما عملناش والجزيرة خلي بالك حجم التطوير اللي حصل في الجزيرة على الرغم ان فيها أصول سابتة تاريخية يعني المبنى الاجتماعي بتاع الجزيرة تدرش زي نحي ده 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 مبنى جزء من الهيبة والتاريخ كان عندي احد الزملاء الاعلاميين الكبار وحضراتكم تعرفوا الاستاذ المينيسي صديقه الاستاذ محمد بتاع دبي بتاع البيان كان عندي عايز اعمل حاجة في النادي الالف قال لي انا اقول ما بخش من البواب بتاع الجزيرة واشوف المبنى الاجتماعي رجلها بتدرى في بعض استاذ محمد الجوكر الجوكر اه كان عندي اول امباعي انت بتكلم على المنطقة بتاع صلت راتب والحطة دي اه ده ده حصل فيها عمل هنا في عمليات تطوير وفي عمليات صيانة انت عملت تطوير في الجزيرة منطقة الاسوار انحمد لله تعملت والبوابات وخلي بال حضرتك لسه بوابت الشهدة موجودة في تطويرها هتبدأ ان شاء الله احنا اجلناها عشان الجامعية العمومية كنا خايفين بس ان احنا ما نلحقش ان ننتهي فيها والجامعية العمومية هذه مهمة جدا لانه هتبدأ خلي بال حضرتك الحاجة التانية صالة الكراتين موجودة الجديدة ده موجودة في الجزيرة ايضا واخد بالك عملية الصيانة بالكامل للمبنى الاجتماعي ده عشان يفضل كده ان شاء الله وداخل ايضا عملية تطوير اخرى في الصالة عملنا المظلة تحت المسجد عشان ما ننساش بس ان نوري الناس لا كمان في حاجة كمان احنا فيه عندنا هنا في النادي ان شاء الله في الكورن الحمد لله دلوقتي عندنا الاجهزة بتاعت الاستشفاء دي مش موجودة غير الحمد لله في النادي الاهلي عندنا اجهزة القياسات اللي موجودة في النادي الاهلي وعملية قلنا عملية تطوير مستمر الجيم بتاع الاعضاء الجيم الجديد كمان فيه حاجة كمان خلي بالحضرتك احنا مدرق جيتش اللي تهد ده اهد مسهل ايه المشروع ما كانه بقى المشروع في الحقيقة فيه اكتر من مشروع مطروح على مجلس الادارة احنا ده طبعا دي اخر قطعة عندنا بنستثمرها فلازم نعملها افضل استثمار ممكن نعمله بشكل ايضا فيه عملية سنة تمت للصالة الرياضية بتاعت الامير عبدالله الفصل الملاعب احنا برضو هنقوم بعملية تطوير اخرى فيها ده كله ان شاء الله بيتم فيه الجزيرة فالجزيرة يمكن حجم الاستثمارات اللي تمت في البنية التحتية الفترة الاخيرة واحد ثمانين مليون جنيه ده ده مش بنتكلم في رقم ريليت او بنسبة المساحة ده كبير جد الحاجة التانية خلي بالح حضرتك ايه الجمال ده يا دكتور النسبة يعني النسبة تتفرج والله بفخره اللي حصل تفرف كرة في البنية اللوجيستيك اللي عندنا فيه كرة القدم في الحقيقة اعتقد انه هو محل فخر لكل واحد النهاردة حتى اللعيبة بتشعر بهذا التميز اللي خاص بالنادي كمان في حاجة تانية نعملنا منطقة الجراش خاصة باللاعبين وراء لو انتو حضرتكو البوابة تحت البورج ده بقت منطقة الجراش خاصة وانحمد الله ده تم تطورها وتم البوابة دي بممناسبة الجراش مفيش امكانية نعمل ننائحة نعمل جراش متعدد اللي هو مشروع عديم بس مش عارفين ننفذه خلينا حضرتك على حاجة بس يعني خليها لحد ده من اللي ان احنا متعودين في النادي الاهلي ما بنقولش حاجة لما بناخد اجراء فيها وما بنقولش هنعمل لما بنبقى عملنا بنعلن في الحية احنا ماشيين في اجراءات برضو فيما يتعلق باماكن الانتظار يعني ربنا وفقنا في الخطوة اللي جاية دي في حلول يعني ان شاء الله بإذن الله بنفكر فيها ودي بالنسبة لنا ايضا مهم يعني الناس برضو بتقول ايه شكل الخدمات للأعضاء وده حاجة عايزة ارجع برضو لعضوية بصورة سريعة احنا كمان واجهنا الاسبوع اللي فات كده واحنا بندرس بيبقى دايما فيه اعضاء بوفقا للنظام الاساسي بيتأخروا عن سداد الرسوم بتاعتها العدد متتالي من السنوات اللي مسافره لناسي واللي كبيره واللي كمان اعتقد ان عضوطه لما سقطت مش من حقه يستردده ايوا دي نقطة مهمة بقى احنا عملنا المجلس المؤقر في الحقيقة الاسبوع في الجلسة الماضية كان عندنا ثلاثة وثمانين وبيخش عندنا كل فترة عدد فيزي والمدير المالي في ان هم يتوصلوا مع دارة الاشتراكات يضعوا الناس دي لعودة يعني استرجاع عضويتهم وكمان نعمل لهم تسهيلات تقصيد في السداد عشان برضو نخفف على كهل الناس دي ناش كتير جدا تستفيد من هذا دي برضو دي حاجة برضو دي اول مرة انحمد لله احنا نعملها فاحنا حارسين جدا ان احنا اعضاءنا الجدد ان شاء الله اللي عندهم رغبة في الاشتراك في النادي الاهلي ينتهزوا الفرصة الاشتراك في النادي الاهلي والتمتع بمجموعة او بمنظومة من الخدمات هي الاحدث في البنية التحتية ما بين كل الاندية المصرية تكامل في كل انواع الرياضات بقول لحضرتك تسعتاشر رياضة تسعتاشر رياضة وبعدين تسعتاشر رياضة ما انتش مثلا متميز في واحدة ولا اتنين ده انت متميز في تسعتاشر عندك هناجودة بطلة العلم في التنس عندك جيانة فاروق بطلة اولمبية في الكاراتي عندك كرة القدم هي هي الاولى هي تاني افضل فريق حق بطلات على مستوى العالم عندك كرة الطايرة كرة ملوك الصلاة زي ما بيقول احنا دايما ملوك الصلاة في اليد الحمد لله ابنك بييجي ابطال سباحة عندنا اللاعب اللي خاد برضو جايزة محمد بن راشد في تمنمائة متر انت بتضمن ان ابنك داخل وذلك احنا هيمكن هنا ارجو ان القناة تزيعوا اذا سمحولي يعني الاعلان اللي احنا عملناه للنادي الاهلي اللي عايز ابنك بطل انت عارف المكان انت عارف المكان النادي الاهلي عايز ابنك بطل تروح مدينة نصر عايز ابنك بطل تروح اهل الجزيرة عايز ابنك بطل تروح زايد عايز ابنك بطل ان شاء الله يكون في التجمع طيب عايز ابنك بطل انت حتروح للمحافظات ده انا مفيش حتة بروحة الا ما لقى هذا المطل والله احنا فعلا يعني كابتن محمود كان عنده يعني مشروعات بس احنا دايما دايما مشروعاتنا بيتم دراستها المشروعات بيتم دراستها ولان الاهلي الاستدامة مش بيخش في حاجات مش يمكن فيها العشوائية يعني النهاردة الحمد لله خليني شوية اتباهى بان انا من منصورة شوية لما تفتحت اكاديمية المنصورة لحد الوقت شغالة اتفتح على اكاديمية المنصورة اكتر من 17 اكاديمية تستمر السنة وتقفل وده يخش مع وراك مش عارف نفسك انما اكاديمية مثلا الاهل منازمة المنصورة شغالة بقالها 18 سنة المنصورة في التواصل معي والحاح في المنصورة الجديدة عزين الاهلي ان شاء الله خلينا خلي يعني ايه ده زي ما بيقولوا برضو دايما وانت علمتني كده داري على شمعتك تييد مش بتقولش اسرارنا احنا ان شاء الله منتشرين في كل مكان ان شاء الله الاهلي في كل مكان واحنا حتى عاملين سلوجن جديد للمؤسسة المجتمعية الاهلي للجميع الله 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 دكتور احنا بنتكلم على العضوات الجديدة واحداك بنتكلم على حل العضوات القديمة اللي كانت سيطة وممكن اصحابها يستردوح فكرة ضريبة القيمة المضافة ودي عاملة دوشة كبيرة جدا في معظم الأنبياء دعائم برضو وده مستحقات متأخرة يعني اعتقد من سريان القانون من 2018 يمكن النادي بيتصرف فيها ازاي النادي بيتصرف فيها في المقام الاول مصلحة عضو النادي الاهلي تمام مصلحة عضو النادي الاهلي فين فاحنا حرسين ان احنا كل جنيه بيطلع من اعضاء النادي الاهلي هو بيطلع من النادي الاهلي احنا بنعتبره كده وفي نفس الوقت ايضا حرسين على احترام وتطبيق القانون ايه المنظر ده لالاهلي في لقصر لالاهلي لقصر حرسين على تطبيق القانون يمكن احنا اول مرة اقول الكلام ده هو احنا يمكن بعتين خطابين وبعتين استعجال بعتين خطابين وبعتين استعجال لان كان عندنا اعضاء اشتركوا في النادي الاهلي في فترات سابقة ولم يتم تحصيل مثلا ضريبة القيمة المضافة ووزارة المالية بتطالب بالمبالغ المالية دي فاحنا في الحقيقة من تاريخ قديم من تاريخ قديم يمكن في فترات سابقة حتى يمكن قبل كابتن محمود ومجلسه يعني احنا دي كانت موجودة وفي الحقيقة احنا بنقاتل بنقاتل بمعنى كلمة بنقاتل يمكن كابتن محمود متعندك بعادلة صعبة حق الدولة وحق العدو لازم نجزل اقصى مجهود ممكن بان احنا وبعتنا يمكن انا يعني ممكن ابعتلكوا الخطابات دي تبقوا حضراتكم تعرضوها حتى في وقت سابق لاحق احنا بعتنا للوزارة المالية بنطلب اعادة النظر في تحصيل هذه الرسوم وبعتنا استعجال تاني من اسبوع الحمد لله وبعتنا ايضا لوزارة الرياضة ان هي يعني تتبنى هذا الموقف وتخاطب وزارة المالية ده الافتتاح اخصر ده دكتور والدكتور اشرف صبحة يعني مش عايز تفكروا بحاجة يعني يعني الدكتور اشرف اعتقد ان احنا طبعا زملة في الجامعة وفترة كبيرة وطبعا رجل على خوله خالحة البعض بيعتقد طبعا ان فيه النادي الاهلي طبعا بالمصاريف والبنية التحتية كبيرة ان احنا عندنا دعم يعني دعم من الجهة الادارية في الحقيقة ده مش عندنا خالص ويمكن احنا حتى يعني لما عملنا الفرع التجمع احنا كنا حرسين برضو ان الدور اللي بيقوم به النادي الاهلي هو في الحقيقة بيقوم فيه لصالح المنتخبات الوطنية وشايفين ان حتى اللوايح بتسمح بكده ان احنا يبقى فيه دعم من الجهة الادارية ويمكن طلبنا اعتقد طلبنا في فترات سابقة ممكن من اكتر من اربع شهور طلبنا يعني ان يبقى فيه مساهمة مش اقول دعم يبقى فيه مساهمة في تطوير البنية التحتية اللي بتخدم المنتخبات الوطنية لان انتهى النهاردة ما هو النهاردة النهاردة ايه ربنا يوفق منتخدنا الوطنية ان شاء الله في بطولة افريقيا محمد فتح النادي الاهلي الشنا والنادي الاهلي ربنا ايش فيه اكرم fellas النادي الاهلي السولية النادي الاهلي كل دولات ولدي النادي الاهلي الطائرة هتلاقي خمس ستة انا كل يوم الصبح كل يوم الصبح بعمل ايه بمض البوستر بمض البوستر بيجي لي الإتحادات نارجو استدعاء خمس استدعاء اه بعد الكابتن الرؤوف الطائرة السلة استدعاء اليد استدعاء التنس الطاولة استدعاء كل ده طبعا بيصب غير علعاب قول صباح طبعا وحتى يمكن كابتن محمود قال حاجة مهمة من في اجتماع اخر اجتماع قبل ما يسافر قال مصر فوق الجميع طبعا لما كنا بنقش موضوع كسل عالم للأيين وقال كده في دبي حتى قال مصر فوق الجميع ومصر مصلحتها مصلحة الدولة المصرية فوق كل اعتبار حتى على الرغم من النادي الاهلي في الحقيقة لما هيروح حتى كسل عالم الأندية ويمثل لا يمثل نفسه ويمثل الدولة المصرية وبمثل أيضا القارة الافريقية لكن مصلحة مصر هي مصلحة عالية بالنسبة لنا فأيضا احنا كنا التوجه ده اتجاهنا فيه للجهة الإدارية لكن في الحقيقة ما كانش فيه استجابة سريعة حتى الآن في الحقيقة بالنسبة لنا وحتى احنا لدينا كمان حاجات تانية بتقرها اللائحة زي مكافئات الفوز بالبطولات احنا كمان طلبنا بهذا الحق عشان يعني زي ما انا عرضت كده عندنا مصروفات ضخمة جدا مصروفات متزنة المهم انك كمان ايه مواسعات انت تصرف في حاجات لا تعود بالنفع ولا تعود يعني لما تعمل صور النادي الاهلي في الجزيرة تعمله مثلا تكلفه 23 مليون جنيه اولا ده ادى فخامة للمكان وفخامة لمنطقة لمنطقة تاريخية منطقة الزمالك دي واحدة من الوجهات الحضرية التي تفتخر مصر قدامك الباب التاني دار الابرة فلما تعمل حاجة زي كده انت بتطور حضرية مش بس كده كمان انت عملت عاد على الاستثمار ما انت بيعت حقول استغلال الاعلاني ايوه بتزود يعني انت مشروعاتك موزونة بتديرها بتدير العمليات التمويل في النادي الاهلي بكل حرفية وبكل مهنية وبكل فخر ينال اعجاب الجميع اخرها الجايزة اخرها الجايزة لكن احنا عايزين بس حتة الوزارة والنادي الاهلي احنا مش داخلين لا في خلافة اللي بتاعه احنا مقدرين اوقات كثيرة جدا الوزير بيقولك انا مثلا انت طالب مني تسهيلات مالية انا بدعمك لنجاهات اللي تديك هذه التسهيلات وهو مقدرين كل هذا لكن عندما يتحدث النادي الاهلي كان يتحدث من منظور انا عايز اتوسع في البنية الاساسية واعمل ملعب اكتر واعمل انشاءات اكتر لصالح الرياضة المصرية يعني حتى اني كنت متذكر اني كان فيه طلب مثلا ان ساعدونا في تحصيل مبالغ عند الرعاة وحولوها للجهات زي الهيئة الهندسية اللي ليه فلوس عندنا يعني خلينا اقول ان احنا زي ما قلنا في البداية الاحترام والثقة طبعا مبدئين مهمين النادي الاهلي يحترم اختصاصات المسؤولين ولكنه ايضا يحترم اللائحة والقانون ولديه ثقة كاملة والتعاون في تحقيق الهداف العامة الاهداف اللي هي بتخدم مصالح الدولة المصرية زي ما كابتن محمود قال مصر فوق الجميع الجميع النهاردة احنا يعني النهاردة لعبتنا اللي احنا بنتعاقد معاهم وده جزء من ميزانيتنا الضخمة الكبيرة النهاردة احنا بنمدهم المنين للمنتخبات الوطنية وبعدين المنتخبات الوطنية اللي بتعملي ده اصل احنا حتى كنت بعض نتشاكل مع بعض ايام التسويق واقوله ده اسمه اصل منقل مؤقت يعني ايه يعني ده اللاعب ده الاصل بتاعي انا اللي مؤقت معاهم نقلتوا عندك مؤقت بنقله مؤقتا للمنتخبات الوطنية تقوم المنتخبات الوطنية تاخده كمان يقدي الاداء الرياضي ويتم استغلاله تجاريا ما هو انت بتبيع عليه ما هو انت بتبيع على اللعيبة دي يعني النادي الاهلي في الحقيقة هو القلب النابض للرياضة المصرية بلا شك القلب اللي بيدخش دم هو نبض الحياة في الحقيقة للرياضة مش عشان احنا زي ما قلت لحضرتك ده ارقام اما تيجي تقول هدف الرياضة في مصر ايه زيادة قاعدة الممرسة انا قلت لحضرتكو عندي خمسة وخمسين الف ولد في الاكاديميات لما قلت لحضرتكو الاكاديميات بتاعة كرة القدم ده 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 فلسفة لما تيجي تبص الدستور المصري اللي هو اعلى اعلى تشريع في الدولة المصرية وعلى مؤسسات الدولة تمكين الافراد من ممارسة الرياضة كحق ده حق اصيل للمواطن انا بقدر اعمله بشكل الحمد لله انا فخور بيه صحيح مش بامن بيه لكن انا فخور بيه لما اقول لعندي حضرتك عندي 13 اكاديمية في 13 محافظة لكرة القدم فيهم اكتر من 14 الف لعيب انا بزود قاعدة المؤداء ده انا الاهلي بيعمل ده بشكل بتنهرت بتلاقي لعيبة دكتور في مختلف الاندية حتى نادي الزمالك نفسه كنادي كبير منافس لعيبة من ولاد اكاديمية الاهلي يعني لعبه في اكاديميات الاهلي المنتشرة ده يعني وكابتن عادل قال حاجة مهم قال الاتزان النفسي في ظل التكنولوجيا الموجودة لان التكنولوجيا دي خلي بالك الرياضة فيها جزء مهم مع التكنولوجيا اللي هو الالعاب الالكترونية اللي بتخلي الولد ينعازل عن محيطه التقليدي وتقوده للتوحد يقعد يلعب مع نفسه واخد بالحضرتك انت بتعمل حاجة مهمة للصالح العام حدش واخد باله منها ان الولاد دولتي فراغوا الطاقات السلبية في بيئة تربوية تعود عليهم بالصحة يعني فخامة الساد رئيس عبدالفتاح سيسي لفت نظرنا لحاجة مهمة في ويمكن ده لأول مرة في الدولة المصرية حد يلفت النظر الى اللي هو الحيكل اللي بنسميه نايم اللي هو الشكل الملفرجي للشخصية المصرية السمنة وامراض القلب وامراض ضغط الدم هو قال لي جماعة لا خلي بالكم الولاد محتاجين نشوف النمط الجثماني بتاعهم عامل كده ليه ونشوف سوق التغذية اللي عندهم ده ازاي والممارسة الرياضة لما قال الرياضة امن قومي كان بينطلق من ده كان فيه فلسفة مهمة جدا مدرك مدرك اهمية وقيمة الرياضة ولذلك احنا يجب نستغل هذه الفرصة ونعظم دور المؤسسات الرياضية ولذلك احنا لما بنتكلم هنا في الحقيقة وبنفتخر ان احنا جزء من هذه الفلسفة وبنحققها بتميز وابداع ولسه جايين من جايزة ابداع مش بنقول ان احنا بنعمل لا احنا شايفين الدولة توجهتها الاستراتيجية ايه وبنشتغل عليها تطوير وتنميع بنعمل بنية تحتية اساسية بنطورها توفير فرص الممارسة لأكبر عدد ممكن لأبنائنا وأولادنا انا بقول لحضرك ارقام يروح النادي الاهلي في الجزيرة في الاهلي في زايد يروح الاهلي في التجمع يروح الاهلي في مدينة مصر ويتفرج عليها ويتفرج عليها ويروح اكاديميات المحافظات يلاقي ابن بطل فيارية الاعلان ده احنا عاملينه جميل جدا ويشوف المنظومة دي طب ما تشوف نشوفه مع بعض الملعب ده ممكن يكون في ملاعب شبهه كتير بس النقطة دي كانت بداية مئات من الأبطال الشبكة دي خرج من وراها اكتر من ربعمائة بطل وبطلة والخمسين متر دول طلع منهم اكتر من تمنمائة بطل وبطلة حققوا اكتر من تلتمية واربين رقم قياسي المكان ده تمرن فيه اكتر من ربعمائة بطل حققوا اكتر من تلتمية وخمسين ميدالية من الترابيزة دي بس طلع منها أبطال حققوا بطولات عربية وأفريقية وهنا اكتر من تلت أبطال عالم احنا في عشرين وعشرين بس حققنا اكتر من ربعمائة وستين بطولة وميدالية جديدة الكيان ده كل متر فيه خرج منه أبطال علشان اتربوا على أخلاق وإصرار ومبادئ النادي الأهلي هدفنا ان ينا نكبر جيل جديد من الأبطال علشان كده كبرنا الكيان وفتحنا فرع للنادي الأهلي في الشيخ زايد والتجمع الخامس لو عاوز تكون بطل طيب لو عايز ابنك بطل روح أديك عرفت المكان عرفت المكان ومش بس انت لو عايز ابنك بطل عرفت المكان انت كمان لو عايز تستمتع بخدمات ترفيهية عالية انت برضو عرفت المكان انت النهاردة اللي احنا بنقوله ده تطوير البنية التحتية عندك أحدث الصلاة موجودة في الشيخ زايد أحدث الصلاة والملاعب الرياضية موجودة التطوير اللي حصل في مدينة نصر في أكاديمية كرة القدم تحديدا منطقة الأمواج موجودة في مدينة نصر زا ما بنقول التجمع زا ما بنقول ان شاء الله الجزيرة فانت ايضا مش بس ابنك كمان هيبقى بطل وانت كمان هتستمتع لأن الرياضة سلوب حياة يبقى فوسحة فهتبقى الفوسحة بتاعتك فوسحة فوسحة يعني فدي يعني في الحقيقة ان شاء الله وعملية التطوير اللي هي الكلمة الثالثة ان التطوير في النادي الاهلي لا يتوقف ومستمر ومستمر وسوف نذهب الى المستقبل ولا ننتظره ان يأتي اليه دكتور لو اي حد من الاعضاء عنده رأي عنده اقتراح عنده شكوى يعمل ايه عندنا مجموعة من القنوات كويس ان حضرتك فتحت الموضوع ده عندنا مجموعة من القنوات يعني على سبيل المثال انا جاي لي مية تسعة وتمانين مية تسعة وتمانين مش عايز اقول شكوى مقترح ملاحظة استفسار على تطبيق النادي الاهلي تمام وعندي قسم مختص ادارة المتابعة بيرد على كل حاجة اي ملاحظة جيلي على التطبيق ده ردين على المية تسعة وتمانين انا عندي الدراسة الحاجة المقترح اللي انا قريته ده وشكرت المجموعة في الحقيقة على رقياها في الطرح وعلى رقياها في ايجاد حلول وعلى رقياها في التواصل وعلى تقدرها هنا الانصاف ده مهم جدا عملية الانصاف دي والعدالة دي واحدة من القيم انا لامس مجودك بس عشمان اه يعني هنا ايه ده يعني زي يعني انا ده الراجل كاتب يعني الزملاء في الحقيقة العضاء الموقرين كاتبين حاجات انا في الحقيقة بقولك يعني بستشعر بالفخر بيهم وهم بيكتبوها وفي اطار اهداف عائلة الاهل خلي بالك الجملة والتي من ضمنها استحداث وطرح الافكار والمبادرات ده عايش معي في الجائزة وتقديم المقترحات التي من شأنها تحديث وتطوير الانشطة والبرامج والنظم القائمة بالنادي الاهل ده فاهم هو عضو بيعمل ايه في النادي الاهل لما حضرتك يكون عندك اعضاء بهذا الشكل دي قلية اخرى من التواصل ان مكتبي مفتوح طوال اليوم مفيش حد الحمد لله وده انا تعلمت في النادي الاهلي ان انت تستقبل كل من يترك الباب ولا دايه اي استفسار لان ان احنا بنعتمد على مبادئ تعتمد في الاساس على الصدق والوضوح ما عندناش حاجة نخاف منها فبالتالي بنبقى صدقين جدا وبعدين احنا عندنا مبدئين مهمين جدا اذا كان عندنا خطأ نصلحه واذا كان عندنا صح نوضحه نعززه نوضحه حلوة دي خطأ نصلحه صح نوضحه ما عنديش اكتر من كده لو عندي خطأ ما بكبار تعبير جميل جدا انا هنزل لتصلحه الصبح لو عندي صح انت مش واخد بال حضرتك منه اوضحه لك ويمكن هو ده فلسافة هذا اللقاء اليوم ان النادي الاهلي وهو يستمتع بالتقدير الدولي والجائزة التي حظي بها منذ ايام كان حريسة استقبل الشيف الكبير تعال مطبخ النادي الاهلي دكتور سعد عشان يوضح ويستقبل يعني يعني واعتقد ان احنا يعني ونحن نستشرف المستقبل كانت هذه المقابلة هامة جدا لعلكم يكون فيها اضحات واجابات وطرح لفرص التواصل مع الدكتور سعد شلبي ومجلس الادارة وفي الاخر نقول لك هل لديك اقوال اخرى قبل حالة اشكرك اتمنى ان النادي الاهلي يفضل زي ما هو في المقدمة قائد رمز القرى الافريقية النادي القرن في القرى الافريقية افضل مؤسسة رياضية عربية افضل مؤسسة رياضية عربية ما تخافش على الاهلي باعضاؤه تخافش على الاهلي بجمهوره تخافش على الاهلي برموزه وقياداته ومنصاته الاعلامية بشكر حضراتكم وما تخافش على الاهلي وهذه النمازج التي تحمل همه وتعيش بهذا الشغف في خدمة النادي الاهلي سواء على المستوى التخطيطي كمجلس ادارة او الاجهزة التنفيذية والنموذج اللي شايفينه حضراتكم لقائد مجموعة العمل التنفيذي بنشكرك جدا على هذا الوقت وهذه يعني هذه الإضاحات ونتمنى أن تتكرر لقاءة كل فترة عندما يكون هناك جديد نعيش فيه مع الأعضاء والجماهير التي تفخر الآن بما تسمعه وطراء من الله أنت بتدعوني كده رسميا أننا نعط في القناة يوميا لأنه كل يوم عندنا جديد وما له نادي أهلي كل يوم جديد على الأقل نسعد بك شكرا جزيلا للدكتور سعد الشلب وأعتقد القاعدة الزهبية اللي ختم بها هذا اللقاء الرائع جدا والدافئ جدا لو عندك خطأ تصححه ولو عندك صواب توضحه أعتقد قاعدة زهبية تعكس قيمة العمل اللي بيجري في النادي الأهلي وقيمة قيادات النادي الأهلي ومستوى للمسئولية تجاه النادي الأهلي وأعضاء وجماهيره بنشكر الدكتور سعد الشلب وهنطلع لفاصل وبعد الفاصل ما تواصل أهلا بحضراتكم من جديد وأعتقد استمتعته معنا زي ما احنا شخصين استمتعتنا والمهم سعد بهذا الحوار الرائع مع الدكتور سعد الشلب ويمكن ده أخر ضربة البداية اللي دايما وأبدا مع ملك وكتابه هي مقالي ومقاله يا كرش إيه فرعانك ملقيتش عقدي يلمني 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 وانت لما تشوف السر تفضل خلاص أنا كنت عمال هو الراجل ده بيعمل معانا كده ليه هو الراجل ده شايفنا يعني قابلين لأي تصرف غامض وغريب وغير مسبوق ونقبله منه ليه هو الراجل ده لما يجي واحد من الجماهير يحتاج وزعلان من الخسارة يقول له نزل هنا زي ما كنا بيقوله تعال عشان أدي لك ألمين بعدين اللي حوليه فصاره يقولك ده بقوله تعال اشتغل مكاني لا كانش بقوله كده الباضي لانجج ما تقولش كده ونزل نزل هنا تعال ونقشر وبعدين إيه انت مين يعني في الآخر تكتشف واحد يقوله يقوله لما شاتك دلوقتي تديني 150% من أصل عقدي يعني تديني كل عقدي المتبقي زائد 50% زيادة عليه كغرامة ايه ده فين ده فأنا ما بقولك ما قول الهدد ده ما قول الهدد ده جاي يهد الكرة المصرية فبتقوله تعال ابني ياخد ترخيص وهو ما قول الهدد إزاي ياخد ترخيص وهو ما قول الهدد خدت ترخيص بمجب هذا العقد مش عارف إزاي كيف أقر هذا العقد ولا بد أنا يعني مرة واحدة بس كده ما نسأل سؤال يحصل طحية ونلاقي إيجابته بص يا جماعة العقد غريب بصراح عقد اللجنة السلسية السابقة اللي قدرت اتحاد الكرة مع كاروس كيروش غريب بيأمل حاجة واحدة بس إزاي نروح كاس العالم بغض يعني هي بقت غاية ووسيلة وكل حاجة لا ده ما بيأمنش ده بيأمن هو للإستمرار وهو كمان المين تارجت أو الهدف الرئيسي وربما الوحيد إنه يروح كاس العالم عشان المجد الشخصي يقولك أنا المدرب اللي روحت خمس مرات لدرجة إنه من فرط الحرص بتاعه على الهدف ده فيه بند في العقد يمكن الناس بتتكلم على الفلوس والشرط الجزائي في حالة فاسكو لو جيت تفسخ لكارلوس كيروش قبل ما يروح كاس العالم أو بعد الأمم الأفريقية حتتفعله مرة ونص من إجمال الرواتب اللي خادها السنة بتاعته تقريباً بيأخذ مية واحد وثلاتين ألف يورو هو بيوزع على طاق من المعاونين الأجانب اللي معاه فعاده بمية وثلاتين ألف يورو لو هتمشيه قبل نهاية عقده بتتفعله إجمالي ما قيمته سنة ونص من روادبه تقريباً هتوصل لتنين ونص مليون يورو يعني بنتكلم في حوالي تلاتة واربعين أو أقل من خمسة واربعين مليون جنيه لو هتمشيه بعد كاس الأمم طيب لو وصلك كاس العالم وشلته تخيل لو حرمته من المجد الشخص بتاع الفايفز اللي هم عمالي يشاور بيهم ياخد منك إجمالي روادب تلات سنين والله العظيم تلاتة انت قد تصل ولكن حرام إنه ياخد هذا الكريدت ياخد تلات سنين فبالتالي الجملة اللي فيها من السخرية المبكية اللي قالها المونة سعدلي ما لقيتش عقدي لمن طيب اللجنة السلسية في اتحاد وكرة يا جماعة عملت العقب عشان تجيب كارلوس كيروش الجهة الإدارية اعتمدت العقب ده ازاي الجهة الإدارية اعتمدت هذا العقب وما فيه من اهدار محتمل وبالنسبة كبيرة للمال هذا العقب بيدي دليل صارخ على خطورة ان يصبح القرار في يد واحد دي وجهة نظر ملهاش علاقة بالصالح العام ومشي واحد شاب كده انت عارف ده بيفكر نبقى الرجل ده عارف نيرون ما هالنواية ممكن تبقى طيبة احرق روم عشان ابنهالك بشكل احسر هو نيرون القرى وجاي يحرق القرى المصرية بتصرفات من اغرب ما يمكن انتما تيجي محمد صلاح عايز لعبه راس حاربة تمه بيجي لك من الونج وبيكسر على جوه بيجيب جوان كتير بالاسلوب ده تم تاخد مصطفى محمد تحط وينج هو مصطفى محمد سريع لا طب راجل دريبلر يعني يقدر يواجه كل يعني اهم ميزة مش كل ميزة اهم ميزة انه استطيع تحت ضغط يتصرف في الكرة وممكن يحرز لك هدف وخصوصا بضربات مقاومة الفيرود او لا يعني فيه ثراو ده يعني محمد شريف فيرود بس يستطيع انه واجه مرمى ويعمل لك دريبلن وبسرعته يقدر ينطلق فلما يكسر على جوه فتخيل لو محمد صلاح موجود يمين وشريف موجود شمال ومحمد مصطفى يتوازن الامر ودي بتريزيجية اللي ننسي فكرة انه يلعب بلاي ميكر في العدة دي لانه بيلعب طرف على طول وجايلك من صليبي انت شفته فين انه يقدر يلعب من بداية ماتش في مواجه في مواجهة نيجيريا نيجيريا والكاميرون لاتنين من اقوى التكويل البدني في لعب كرة القدم فانت عارف انك هتواجه معركة بدنية شرسة جدا مع نيجيريا ثم تجيب واحد ناقة لسه مش مكتمل قال لي لا البدنية ولا الفنية تحطه في مسؤولية انه يبقى المكوك اللي راح جاي ويستلم ويلعب الناس دي ويلعب كل واحد مش في مي عمر مرموش ما تسأل يا كبيرة جدا انك تاخده هو يبقى بديل جيد ما انت جاي برمضان صبح ليه طب انت حاطت شريف جنبك ليه طيب النصيبة بقى الانكت من كده انك انت ما يتعور لك الباكرايت بتاعك وهيمفاجأة سخيفة ولو انه برضو قبل ما يخرج اكرم كان بيعاني من اهم لعب ومفتاح لعب الناجيريا الراجل الوقت حرية ليه لانه مش لو وراء محمد صلاح مش هيبقى لو صلاح فوق مش هيتضغط مش هيتضغط على اكرم ونحي المين بالمنظر ده طبعا فكان حتى من ناحة تاكتكية بمجرد ما اكرم تفتحت المهويسة على اكرم مغرد ما اكرم اتعور اضطررت تلعب باربعة سردباك بعد ما فتحكم اربعة سردباك بيلعبوا يعني في تين منه مش اطراف طيب يا اخي رجع محمد صلاح عشان تخفف الضغط عجبها اليمين بتاعتك دي اللي فيها سردباك ما فيهاش باك راية حرام عليك تدي فرصة لمحمد عبد المنعم فهذه المباراة بالشكل ده قول ايمن اشرف عنده الخبرة نيلعب في المكان ده منطقي انه ينزل مكان فتوح لكن انت ولا حاجة عملتها وما تقوليش انك مش فاهم والله لو حد كريك على منتخب مصر ما تعمل كده كريك يعني مأجارك يعني بالبلد صحيح طيب ده التدريب الاخير للمنتخب ونتمنى لان الحقيقة حتى انا يعني فكرة ان الناس تلوم المحترفين وتقول المحترفين ما بيلعبوش مع عنديتهم زي ما بي او ما بيلعبوش معانا زي ما زي ما بيلعبوك مع عنديتهم زي ما بيلعبوه هنا مع المنتخب يا جماعة ما هم المحترفين برا بيلعبه في مراكزهم الطبيعية لا في فرقة لا صلاح بتلعب كده ولا تريزيجي بيلعب كده ولا كل اللعيبة تحطت في أماكنها ولا مصطفى عمد بيلعب كده ده واحد فعلا نفذ نوع من النقل التعسفي لكل لعب وود كل واحد في المكان الذي لا يملك فيه أي مقاومات ليه دي المصيبة الراجل ده ارتكب فعلا من النواحي الفنية مصيبة واتمنى ان كل السادة المحللين يركزوا وعافوا جزئية يركزوا في جزئية المقاومات البدنية والفنية للعب في مركزه السمات الخاصة للعب الجناح مش متوفرة في مصطفى محمد على الإطلاق زي ما هي مش متوفرة حتى في التريزيجين نلعب بليميكا المقاومات والسمات البدنية نفسها في طبيعة المركز مختلفة تماما فاده حد فعلا زي ما المهانس السعاد لي بيقول لو حد كريهة على انه يعمل كده مش هيعمل أسوأ من كده عشان كده كانت رأيه كل الناس الحياة من الخبراء والمحللين أنا بس عايز أقول حاجة صغيرة يعني بمجرد تعديلة بسيطة واحد لعب في مكانه زي زيزو ظهر ظهر تأثير هذا التغيير يعني إذن ناجيريا كانت في المتناول لو لعبنا مباراة طبيعية أنت مش بس اخترت تشكيل فيه خلافات عليه ده أنت توظيف اللعبة كل واحد كيف يفشل أنا شايف لعبة مصر حتى ما بتلعبش بسعادة عشان الناس بتلوموا ما هو مش ممكن ولا عندهم ثقة يعني هو استطاع أن يهدم ثقة ناس واحد أفضل بليميكر في مصر بعدته واحد أحسن مدافع في مصر وكان مرشح أحسن مدافع في أفريقيا اللي هو طريق حامد وقوافشا السبعية اللي اتنين وجبت شريفه كأنك هتختبره في كل المناسبات وما بيلعبش في حتته ومنزلهولي آخر دقتين تقصو دي تقصو دي مصطفى محمد جايبة تحطولي ونجرت تقصو دي حتى الراجل العبقاري اللي العالم كله شايفه وشافت مضر خطورته وشافت تقلقه بيحصل إيه استطعت أن تقضي على خطورته ببراعة شديدة جدا كيف تستطيع أن تفعل هذا إيه الموهبة في الهدم اللي مش موجودة عند حد دي وبعدين بتتعامل بهذا لا ده أنت بتتعامل معنا بقى لأنك عامل عقد إزعان وعارف ما نقدرش نيجي نحييتك عارف المصيبة فين سمعت حد من الزملاء عزف تكر هو مين أعتقد محمد عراعي قال أنه الرجل اجتمع مع محمد صلاح ومع مصطفى محمد قبل المباراة وقال لهم عايز صلاح هيروح برأس حربة ومصطفى هيلعب وينج بس أنا هموه على فريق نيجيريا بكده هربكم لمدة عشر دقاية حتى يتقال أنه صلاح قال له لغاية وقت قديه قال له عشر دقاية صلاح ومصطفى عملين يستغيسوا جوه العشر دقاية فاتت الشوت الأول خلص يا خواجه نرجع لا لا أخليكم كده مبسوط من الأداء يعني هو الوحيد اللي في العالم يا أخوانا ليش ممكن ثم تشوفوا تعليقات الفنية بتاعة الأوساط الدولية وهي مستغربة على التشكيل والأداء والمراكز والخطة لا عايز أقولك أنه صن الفريطانية عملت غلاف أنه المصريين لقوا بطريقة 5-5-0 وحطين صلاح رقم زيرو أنه الرجل ده لعب زيرو مش بالعطاء بتاعه خالص لأنه الفريق لعب بدونه هل ده يكون رجل حسن النية في رأيك يعني أنت متفق معايا أنا أحصل واحد من أحصل لعب العالم إلا ما أكون أحسنهم الآن وجاي المرة دي صلاح جاي عشان يعمل حاجة مع المنتخب عشان تعزز من موقفه طبعا هاي اللي نقصها أداءه مع المنتخب صحيح ونتائج المنتخب فالراجل ياخده يعني كيف يعيقه وكأنه فعلا حد مأجره علينا مش إحنا جايبينه إحنا جايبينه ليه لا يمكن أي مدير عارف أنت لو سيب حرية الناس اللي عملة تقول الجهاز الفني ولازم يمشي المساعد يعني إيه يمشي هو الجهاز المساعد مع أي مدير فني في العالم رأيه استشاري مطلوب منه إيه يعني بننغط عليهم و بنسودين حياته مش كفاء اللي شايفينه منه وكأنهم يستطيعون يقولونه لأ أو أو ويبقى غلا لو خرجوا على المدير الفني هو ده دور الجهاز المعاونة أمال هم بيصمموا ليه يجيبوا ناس معاهم أجانب عشان بيجيبوا ناس اللي مش هتعملوا مشاكل ما انت لو جيت قلت له لا أنا رأيي كده مش هيتحملك ما ينفعش ما ينفعش في النهاية المعاون انت لو سبت النهاردة أي واحد مجهاز الفني يدير لك المباراة بطع نيجيريا كان هيديرها أحسن من كده ويوظف اللعيبة أحسن من كده راجل بكراية تتعور تجيب سرد باك ما اختبرتوش غير في آخر مباراة في بطولة العرب عشان تبعيبوا بكراية ايه عملية الهدم اللي انت بتعملها دي مع أخطر لاعب في نيجيريا يا أستاذ إبراهيم أنا والله ما عارف ألاقي إجابة ومش هيقولك لأنه لما يقولهم عشر دا وكل واحد يرجع مكانه وبعدين يرفض ان دا يتم ما تقولهم انا بقولك دا النقلة تعصفي عموما مستر بيتشو موسيماني في تحليلي في قناة NBC على أداء المنتخب نشوفك الرأي وي حمدي فاتحي الناس محملا خسارة منتخبنا الوطني نهاردة حمدي فاتحي ودايما اللعيب اللي بيلعب دائما بروح وبشغف بيلعب شغف طول الوقت احتمال يمكن يمكن اللي كان بيلعب جنب ماله فقده اللي هو بيلعب جنب سولية فتاخده النهاردة الناني طبعا عنده خبرات وبيلعب في انجلترا في درجة أولى في انجلترا بالنسبة لي أنا شايف في رقتي لو لقيت ديانج ما يبصيش للسولية أو حمدي يبصيش للسولية في لقيتها بتلعبش كورا كويس ما بتلعبش ما بتقديش وداي شفت النهاردة بيحصل ده الحمدي والنيني وتريزيجي ما كنوش بيصوش بعض ما كنوش بتبادل البساط اللي بيكون في وسط الملعب لعب التسكيات ما بيديش كورا ما بيخدوش ثقة ما بيكتسبو الثقة لأنهم بيقفوا الفرقة على الجيها وما بيخدوش إقاع بيفقدوا إقاع الفريق محتاجين منه نساعد الإقاع وناخد الإقاع العالي للفرقة مش ممكن نعمل ده غير من وسط الملعب وسط الملعب هو عصب الفريق أنا شفت قرارات كتيرة بتيجي من من المدفعين من الدفاع لوسط الملعب عشان تطلع على قدام توصل المهاجمين محمد صراح مش جسمه كبير مش ممكن نستلم كورا ده محمد فتحي يعني الراجل يعني تقريبا اتطفق مع كل الناس بس قالها بطريقته يعني يعني متحرك شوية ان كوتش يعجل على كوتش نعم ما يقول له انت شفر إيهتك مش بتلعب مع بعضها يبقى فيه خلل ما هيأثر على الميكانيزم وغاب سيرة السلية مرتين ثلاثة وكانه يريد أن يقول له هو فين السلية يعني مش مصاب يا إبراهيم ما إذا كان اللي راجع من الإصابة ما ترجع من الإصابة احنا بنتكلم دلوقتي طيب انت واخد عبدالله السعيد خلي حد يعرف السلم كرة ويد كرة هما الكرة هتروح للفراودة ازاي مخط الوص دلوقتي فاخد الاتصال لأن السلاسي دا ملعبش مع بعضه كده الخطة مش هتديهم فرصة يطلعوا من تحت القدام وسترجيس تلم عشان يبتدي يبقى صانع لعب هذا لم يطع قدت المتصور ممكن وما حصلش قعدت ربع ساعة لما لما يتقلق دي تأسيم على جون واحد وانت يعني مش شايف كده وانت قاعد برا الناس كلها في العالم شايفينها لدرجة يعني على فكرة دي كانت يعني من المباراة الموسيقى والمهينة جدا بس عماد متعب زي ناس كتيرة جدا نفسه يعرف كروش بيفكر في ايه نشوفه يعني أنا كان نفسه يعرف رأي كروش في المطلع يعني يعني هو شاف حاجة والناس كلها شايفة حاجة عكسها أنا وجهة نظر لمنتخب مصر النهاردة بدأ غلط طريقة اللي بداخل الملعب الشرط الاول كانت صعبة جدا جدا احنا كلها بنسكد بكرة الضبط في ثلاث ثواني اه مش عارف وبناخد وقت طويل جدا عشان نسترد بكرة ودي كانت مشكلة كبيرة جدا ان احنا لو بصيت على الشرط الاول بالكامل احنا ما عملناش خمس ستة بصات على بعض كلها كرات طويلة كلها كرات طويلة كرات طويلة ما بازلنا مجهود بدني كبير جدا منتخب ناجيريا كانت بلعب كرة بأريحية بلعب كرة من رجل رجل يوصل لمرمى منتخب مصر بسهولة جمدة جدا جدا احنا كانت في وقت من الوقت لازم اللعيبة تستحوز لازم بيقى فيه استحواز منتخب مصر حتى لو استحواز سلبي بحيث ان انا اهد بالردم دي اول حاجة تاني حاجة لما تستحوز على الكرة بتبدأ تاخد تسحب ثقة من المنافس لو مدرب في اربعة تلاتة تلاتة النهاردة كيروش طلب منك ان انت تبدأ المباراة وينج رايت أو وينج ليفت يعني احنا في بعض الوقات كنا بنلعبها مثلا انا وبركاته وبركاته كنت مراجا على يمين وبركاته يدخل في العمق أو ببركاته يدخل في العمق لكن في الاخر انا مكاني الاساسي راس حربة راس حربة يعني كل الناس محتارة كل اللعيبة كل الخبراء وهو يعني الحيرة لانها من كتر مهن مش مبررة لا يمكن تلاقي لها اجابة والوحيد اللي عنده الاجابات دي ما بيطلعش يتكلم ده هو كوروش تعرف حتى اعماد قال حاجة مهمة جدا قالك انا يعني حتة تبديلة المركز والسويتش ده كنت بعملها انا وبركات بس كل واحد فينا عارف مركزه الاصل ايه انت بتروح وبترجع مش متمرنين على الكلام ده طب انت عايز تعمل هذه التعديلات اللي انت شايف في عبقرية انت ما جربتاش حتى لا ما هو جربتها في كل المراكز انت مش عملت السويتش ده بين الفرق والجناع مش دول اللي لعبوا معاك قبل كده وما جربتش معاهم حاجة الناس دي ازاي تنفذلك حاجة في دماغك انت من الناس مش عارفاها لا اللعيبة عارفين ايه اللي في دماغك هل انت عارف ايه اللي في دماغك اه عارف ايه اللي في دماغك قضيها بقى وخد القرشين منه ولا ولا بيستفزين يمكن عشان نفسخ معاه وياخد الشرط الجزائي هي فوضى على رأيي الاستاذ حسن مستكاوي بص هو طبعا الفوضى اللي كانت في التشكيل والطريقة والمراكز كل الناس عارفاها صحيح ازاي تحطوا صلاح بس حربة وازاي مصطفى ترجعوا جناح وازاي مالي بتلعبوا لي اصلا يعني وازاي ازاي ترجعوا يلعب اصلا مايبقاش لائق وتختاروا يعني الراجل باله سنة ملاقيه بش كورة فازاي تاخدوا في تشكيل اساسي للمنتخم دي مطشقات عايزة لعيبة ذات طاقات هائلة فأسيبك بقى من الفوضى احنا فريقنا مش قادر احنا مش قادرين نضغط على النيجيريين مش قادرين نحرم نمنع النيجيريين لانهم يلعبوا علينا باسين جيم مش قادرين نمنعهم ونحرمهم من استلام الكرة في ملعبنا صحيح مش قادرين نوقفهم هما بيقرب الكرة واعلم يجل وراهم دي بقى مش مش مشاكل تليزيجيه وصلاح ومصطفى محمد بالمراكز دي مشكلة فرقة لا 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 الحقيقة يعني يعني انا انا اتف احنا امستوى هاتف جدا اللي عملوا فوضى خلق حلق ما هو ده اللي بقولك ما هو الهدد والله عامل حلم الفوضى يعني انت مش حطت حتى يعني تلو سيبت لعبها بخبراتها هيعملوا يتصرفوا مع بعض أحسن من كده لكن انت مش حطت ولا واحد في مكانه يعني يعني والمهام اللي تطلبها منهم مش هيقدروا نفذوه حتى الضغط اللي على الخصم يعني وتفسير الكابتن حسن هم مش قادرين هم مش قادرين ليه مفيش تناغب الضغط ده عايز على فكرة قدر عالم للانسجام لان انت بتجري بتضغط وانا بغطيك والتالي تغطيني فيه حاجة مدروسة الناس دي بتتمرن عليه احنا الشهرين اللي فاتوا قضيناهم بنعمل ايه مع الراجل ده محدش خد هذه الفرص على فكرة يعني الجهاز الذي تمت قلته المصري بقيادة كابتن حسن البدري ما هو اذا كنا عايزين يعني نسيب الناس على مزاجها الناس دي كانت هتوصلنا الافضل من اللي بيحصل لكن ما كانش عجبنا احنا عايزين كنا نشوف بقى ابداع نشوف حاجة جديدة لكن الابداع جاي في الفوضى مقاول الهدد بيبني عمارة واخد ترخصها هتوقع هتوقع لانه مقاول الهدد ولانه دي مباراة هي الاسوأ للمنتخب من عشرين سنة ده مش رأينا على فكرة ده رأي كابتن احمد حسام ميدو مباراة تعتبر الاسوأ للمنتخب المصري في كأس الامم الافريقية منذ عشرين سنة على الاقل بالشكل وبالجبن وبالعشوائية اللي احنا لعبنا بها النهاردة في اول خمسة وستين دقيقة اي حد بتاع كورا النهاردة هيبقى فاهم كويس قوي ان كيروش ظلم كل اللعيبة اللي في المعنى لو الراجل النهاردة اختار ان هو يبدأ المباراة بصلاح راس حربة ويلعبني انا الراجل اللي بنمرة تسعة التارجت مان اللي هو بوكس ترايكر يلعبني وينج هتخمق معا بعض بمطش ما فاش كلامه الراجل النهاردة كارلوس كيروش ظلم كل لعيبة مصر كلهم حد فاد اللعيب كويس جدا لكن مالعبش ستة لوحده لا في الاهلي ولا في ريال مدريد ولا في احسن فرقة في العالم ولا في اسوأ فرقة في العالم وستر ربنا ان احنا النهاردة باللعب منتخب متواضع دي اسوأ اسوأ نسخة من نيجيريا انا شفتها في حياتي انا دايما ببقى قاصي على اللعيدة لكن النهاردة بأمانة ربنا الراجل المدير الفني كيروش اربك اللعبين تكتكيا اربكهم تكتكيا اللعبة مش عارفة هي بتعمل ايه في الملعب هل هي دي مصر؟ هل هو ده منتخب مصر؟ يعني كابتن ميدو يرى ان هذه المباراة هي الاسوأ المنتخب مصر في عشرين سنة انا عايز اقول لكم احنا كلنا بنتفرج على كورة اكتر من كده بكتير لم ارى مباراة او لم ارى مدرب كما حدث من هذا المدرب اللي انا بتطافق مع الكابتن ميدو ان نيجيريا هي النسخة الاضعف لنيجيريا في كل البطولات وكان فريقا في المتناول لعيب واحد راح ناحية اللي مين؟ عملنا شكل شوي لو لعبنا بشكلنا التقليدي كل واحد في مكانه مش ضروري يا سيدي اعمل انت لعبتهم كده وبعدين منزل لواحد دقيقتين هو كان ايه اللي قاله لشريف؟ عشان يعمل لك مطش دولي؟ يعني ايه اللي قاله له يعني؟ انا مش عارف يعني كان طالب منه وف الدقيقتين دول ولكن دعونا من كل هذا دعونا بقى ان ايه؟ بالنسبة لي نحنا دي الرؤية المصرية رؤية تونسية بقى كابتن سامير السليمي النجم التونسي نجم تونسي كبير جدا واحترف في اوروبا ولكنه له رأي ده هو بقى اللي بيقوله مشحن صلاح شوفناها صلاح لعبناها شوفناها بوردة وشوفناها دوميت كلوار معناها فم لخب تكبيرة حتى تكتيك مول فم لخب تكبيرة تسعين في المئة صدقني معناها هذه كلها لونترونير قاعد يعمل فيها فم برشا طرق حامد مهزوش أفشا مهزوش اليوم زيزو من اللي تخلى هو تحركت تحرك وفي مخوز المدرب أفضلية للعبنة هذا الخيار أفضلية مش اللخصة الأهلي المصري أقوى من المنتخب المصري صحيح كلما صغيرة بديئة صحيح هذا ليس الدور في مصر الأهلي المصري أقوى من المنتخب المصري وتكن تاقوي الصالح تحطوه في الأهلي المصري وتشارك في البطولة الأفريقية يكون من منافسين بديئة 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 أنا حسب رأيي ومش يكون قاسي مع المدرب بالحقيقة توقيت التغيير واختيار المدرب بحسب رأيي الإدارة المنتخب المصري لنبدأ يكون موافقة جملتين قالهم يعني الحقيقة بقدر ممكن بشطة واحدة علاوة زي لكن هما مزعلين جدا 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 قالوا لأن أنا أتطفق معاه فيها التمام اللي أنا أرى هذا الكلام من بدري أنه مدرب ما عندوش تقدير لا يقدر أحد ولا يقدر الكرة المصرية ولكن لما يختم بجملة أنا شايفها قاسية جدا أن النادي الأهلي أفضل من المنتخب وهذا أمر غير منطقي أن يبقى فيه نادي أما يجي المنتخب الناس اللي برا تشوفه يؤمن عليه المزيع يعني كان فيه اتفاق على هذا مش عشان أنا بقول كلام ده عشان أنا موافق عليه لكن للأسف الشديد ما قدمه المنتخب مع كيروش أي كلام يتقال الناس هتصدقه أو هتجده صواب هل من اللائق أن يقال أن فريقا مهما كان حتى لو كان الأهلي الذي نعشقه جميعا أن يتقال هذا الكلام أو ده يكون الانطباع أو النظرة الخارجية لمنتخب مصر على هذا النح من التقليل من قدر منتخب مصر يا أستاذ إبراهيم يعني المفروض أن احنا نسعد أنا مخدود من الجملة دي والمزيع يؤمن على كلام الكابتن سامير السليمي وهو بيقول له لو خدت لعبة الأهلي فريق الأهل وحطت عليهم صلاح هتكون مصر من الفرق الأربعة المرشحة لكالس الأمم قالوا لا دي تدخل بمليجة هنا التأكيد على قوة الفريق وعلى سوق اختيارات ثقة في الفريق إنما أنت هديت هذه الثقة أستاذ إبراهيم الناس ما بقيتش شايفانا كده طمع فينا كل الفرق طمع فينا كل وبعدين ما أنت وصل إلى عدم الثقة اتنقل للعبتك لما يجي كابتن الفريق يطلع يقول لك لسنا أفضل للحظوظ وأنا قلت لك أنا ألآن من الجملة دي دا للأسف المناخ اللي صاغه كارلوس كيروش لأنه فكرة إن أنا أضحب كاس الأمم وأضحب كاس العرب وأضحب كل حاجة فقط عشان أروح كاس العالم لا أنا مع الكابتن أحمد حسن إنه كاس الأمم الأفريقية لمنتخب مصر بطولة لا تقل أهمية عن التأهل لكاس العالم إلا تكن أهم لأن أنا هروح كاس العالم ما عنديش قدرات إن أنا أنا أنافس على الفوز بكاس العالم ما عنديش الفرصة إن أنا أقدم الكرة المصرية في معرض دولي يليف بها لكن كاس الأمم الأفريقية بكسب البطولة بحق هذه المكان الكبيرة في أفريقيا أنا بقيت خايف إن أنا أتآهل الأدوار القادمة في كاس الأمم أنا بقيت خايف إنه يحصل وتيجي مع العم يطباط ونروح كاس العالم خايف بعدما كنت أمنية عندي أنا والمصرين كلهم إحنا خايفين من الرجل ده واللي عملوا في الكرة المصرية ربنا يهديك كارلوس كيروش وربنا يوفق المنتخب إن شاء الله نتمنى تصحيح المسار ونتمنى أن كل التفاصيل الواردة من جروة أن الجهاز قعد مع اللعيبة وأن اللعيبة قعدت مع كارلوس كيروش وأن الرجل ممكن يعود إلى جدة صوابه نتمنى إن شاء الله تعالى نتجاوز مباراة غينيا بساوي يوم السبت ثم مباراة السودان في ختام المجموعة ومش صعب عندنا في المتناول جدا إن شاء الله نكسب المباراتين وبإذن الله نتآهل لأنه ده منتخب مصر دمتم للأهل دائما ودائما لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله تصبح على خير شكرا